أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا طبعا مثل ما بتعرفوا اليوم معنا نبينا سامي الذين ورح يحكين عن السويسرة خلونا بالبداية نرحف بنبينا أهلا وسهلا فيك نبينا سامي أهلا بكم الجميع المستمعين والمشاهدين أهلا بك نبينا وبصحتك خلينا نبدأ بالخمرة أول شي بصحتك يا ناس بصحتك نبينا بصحتك دعاتنا نتحكين عن السويسرة أنا بدي أعتذر لأحد الأصدقاء اللي طلب أن نساوي الحلقة عن المثلية الجنسية ونبينا سامي اعتذر والمو اختصاصي فنعتذر مرة ثانية الأخ اللي طلب أن نساوي حلقة عن المثلية الجنسية نبينا نحن كلتنا بنحلف بحياة سويسرة يعني إذا بنظار مثلا سوريا أو فلسطينيون شو أنت بسويسرة عايش وشو قصد سويسرة الماكريفون معك والمحاضرة معك نبينا تفضل أولا نحن خلق هلأ في صدل الصوت أنا رح أخفي هلأ بطلت أسمع صوتك أنا قلت أخفي الصوت من عندي بشان هلأ أنت سمعني؟ آه سمعك تماماً خلص هلأ ماشي ممتاز هلأ ماشي بممتاز هو الحلقة عن المثلية في الإسلام لم ألغيها تماماً ولكن تطلب تحضير أكبر لأنه ليس تخصصي رغم أني درستها نوعاً ما في بعض مقالاتي لكن هنرجع لها لاحقاً هنرجع لها لاحقاً فحبيت اليوم أتكلمكم عن السويسرا وهو طلب أحد المشاهدين برضو أحد المشاهدين حب أن أتكلمكم عن السويسرا لعله في تاريخ هذا الشعب وهذه الدولة عبرة لدولنا العربية والإسلامية لتخلص من المشاكل اللي إحنا فيها يعني ابن خلدون كان أوضع نسمى كتابه كتاب العبر يعني تاريخ هو يستعمل للإبر حتى تتعلم منه الحاصل أنا وصلت في السويسرا نهاية عام 1970 متحاصل على منحة للدراسة وصلت لسويسرا طلعت الحال يعني مثل قصة بدوي دخل المدينة أو بدوي راح على أوروبا هناك كتاب ليست تحت يدي حاليا أفارجيكية 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 وهو كتاب مسلي جدا عنوانه بدوي في أوروبا بدوي في أوروبا جمعة حماد جمعة حماد سمعني؟ أه سمعك نبينا بس كاميرا لو تنزلها شوي بكون أفضل لأنه أيوة تمام بالتمام حيوة جدا هلا هيك أفضل؟ أيوة أيوة فممكن واحد يكره كيف واحد بدوي من منطقة البحر الميت التقى فيه زائر يعني سائح ألماني والبدوي أكرمه ويوم الأيام يعني أراد أنه يدعو لألمانيا فهذا البدوي يعني حما الإغراض وروح على ألمانيا فكتب كل انطباعاته بألمانيا كيف ركب الطيارة وكيف نزل وكيف كان الأكل وكيف كان مع الجاليات العربية وبعدين كيف ريش على البلد وإلى آخر فيعني بس سؤال الكاتب الكتاب هو نفسه البدوي ولا شخص كاتب عن البدوي؟ مش معروف يعني أظن أنه هو مش البدوي أكيد اللي كتب هو واحد مثقف أردني كاتب أردني هو الكتب الكتاب بس معرفش هل هي قصة حقيقية أم لا بس مصورة يعني بصورة جميلة جدا ومضحقة ومعبرة وهناك كتاب آخر لسفير مصري وصل لسويسرا فكتب كتاب سمى سويسرا الحضارة الصامتة ذكر في خبرته خلال إقامته في سويسرا اسمه محمود الوساني محمود الوساني سويسرا الحضارة الصامتة الحضارة الصامتة يعني هم بيشتغلون برواقة من دون صياح من دون ضجة كتاب يعني للأسف غير متوفر على الانترنت يعني على الخط لكن هذا كتاب كبير شرح فيه من حوالي 400 صامتة الحاصلة فأنا ممكن أقول يعني فالله دخل سويسرا بهذا المعنى فأنا وصلت في سويسرا يعني صور واحد جاي من قرية فلسطينية فلاحين مثل هيك أذكر في الأوتيل اللي أنا رحت فيه الكدس قبل مآجس في إسرا كنت أعمل مترجم مع الصليب الأحمر الدولي نحو أنا أخدوني حطوني في أوتيل في الكدسة على شان ثاني يوم كان عند الطيارة فواحد رجل رجل اللي يخدم في الأوتيل قال من وين هذا طلع طول نياه واحد يعني واحد مصيد عقد حاله جايبينه من قرية كان بده بده على سويسرا من يخطص دير إلى سويسرا وصلت إلى سويسرا كان الصدفة إنه أب وأم الممثل الصليب الأحمر اللي كنت أشتغل معه كانوا نفس اليوم اللي أجي في سويسرا كانوا هم راجعين من زيارة للأرض المقدسة إلى سويسرا إلى بلدهم فأنا قعدت في الطيارة عن شمال أبو شمالي أبو ويميني أمو وأنا كانت في الكرس الطيارة اللي جابتني لسويسرا وأنا راكب في الطيارة من فوق بطلع بيقولولي اهو احنا قربنا على سويسرا اطلعت من الشباك تحت على هذا ما شفت سويسرا شفت غيم شفت غيم كنت لهم فين سويسرا كان اللي تحت الغيم قلت له انت عايشين تحت الغيم قال قاكب بتعيشوا تحت الغيم يا ناس قاعد فقير هاي في حالهم وصلت إلى سويسرا مني كان رجل دين فعلا دومينيكاني كنت ملتقي فيه بالتمام مثل هذا البدوي مثل البدوي هذا كنت ملتقي فيه بحد زياراته للأرض المقدسة وبكيت اتصال معه لما خلصت التوجيه تاعي لرأسه خاصة كتبت له انا عايز ادرس بس عاي انت فقيرة ما عندي اموال تدرس ما عندي جامعات فضفة الغربية في الوقت فراح بعتلي منحة يعني تمام صار معي مثل الالماني والبدوي هذا تاع البحر المي فأنا وصلت لمدينة فريبور اللي درست فيها لقيته بالتقيني على باب محطة القطار أخذني للسكن تاعي ودرست في جامعة فريبور انا كنت بدي ادرس اقتصاد اصلا بدي ادرس اقتصاد في جامعة فريبور لكن تعرف احنا درسنا الرياضيات باللغة العربية ما درسناها باللغات الاجنبية فأول اسبوع دراسة كنت كل يوم واخد حبة اسبرين من وجع الراس لاني ما فهمت ولا شيء من العبارات بالاحرف اللاتينية واليونانية وهذا للرياضيات ما فهمها شان هاي شو ما درسنا الرياضيات بالعربية ما درسنا الرياضيات باللغات الاجنبية فأنا كررت بعد اسبوع اني انتقل للقانون لاني قلت هاي مناسبة احصل عن منها مش هتتجدد لازم ادي برحالة احابل فروحت على كلية قلت لهم انا عايز اغير الكلية قال لي ليه كنت مفهمش شيء بالاقتصاد طيب غيروني حالان حطوني بكلية القانون الصبح كنت في كلية الاقتصاد بعض ادهاركم في كلية القانون واتذكر اول درس حضرته كان درس عن القانون الروماني القانون الروماني هو جزء من دراسة القانون لكن انا يعني ما عندي علم بالقانون ولا كيف بدرسه ولا شيء قاعد في القانون درست شويلتين لما كنت صغيري منيح بس يعني قليل جدا بفهم ايطالي فجابونا هذول الكتب تقون القانون الروماني وكنا صف صغير الصف كان صغير يعني 24 واحد فقط فقط 24 واحد في الصف وكان الاستاذ هولندي يعني رجل كويس لطيف جدا فعلا واسمه فوبي هو نفس معنى ذيب بالعربي يعني استاذي على اسمي انا منيح فقال لي اتفضل اقرأ النص نص باللاتيني يجب ان نقرأ باللاتيني واشرح للطلاب شكرات فانا شو شو تفهمني انا بالموضوع الحاصلة الناس كان يكون يعني اخر يعني بالمختصر المفيد انه واحد اشترى عابد والمشكلة المطروحة هل انه اذا بعد ما اشترى العابد ورجع البيت واكتشف انه ملهوش سنان هل ممكن يطلب تعويض من اللي باعوا العابد فانا كنت يا صمت يا نهار ابيض انا جاينا ندرس عابد وسنان وهيك شو مكصه هاي سويسرا بتعلمنا الشغل انا ما عندي خبر ما عندي علم يعني ليش بدرسون القانون الروماني مش مهم ايه اللي حاصلو مشيت في الموضوع ثاني يوم الصبح برو على كلية القانون انا متاخر ثلاث اسابيع عن الدراسة بجايتي الاس في اسرا وضيعت اسبوع ضيعت اسبوع في الاقتصاد ورحت على كلية القانون وكنت لهم من الطلاب اصدقاء اللي يعني رفاقي كنت لهم والله انا جيت هاي متاخر ثلاث اربع اسابيع راحوا علي فما اخدتش ملاحظات عن الدروس وما كانش في كتب توزع في زمني الف سبعين كانت الدراسة يعني هي ملاحظات الاستاذ ذلك المحاضرة وانت تكتب ملاحظات على الورقة على الدفاتر الهالا فانا ناقصني اربع اسابيع فقلت للطلاب هل من هل هناك واحد يساعدني فواحد فلاح اصله فلاحي اصلا من اسويسرا قال لي انا مستعدة ساعدك طلع ابن حلال فاعطاني كل اوراقه اللي يعني اللي كتبها خلال الشهر اللي مضى عن كل الدراسة وتابعته اللي حاصلوا دراسة القانون في 1974 نصة 1974 دراسة القانون كان عندنا في الواقع سبعة سبعة فصول اقل شيء يعني ثلاث سنين سنين ونص على الاقل لكن قليل اللي ينهو بثلاث سنين ونص من بين الـ 24 واحد كنا اثنين فقط اللي خلصنا بثلاث سنين ونص انا وابن رئيس البلدية تاعت المدينة اللي فيها فقط اثنين فيعني قلت فاللي اعطوني المنحة انبسطوا مني قالوا خلص حنك اعطي كمان منحة للدكتورة اخدت الدكتورة صاحب الاول السويسري اللي ساعدني ما خلص دراسته معي طلع متاخر شوي فانا روحت ساعدته علشان يخلص الدراسته تاعته بالاخير يعني ردين جميله ردين جميله وبعدين لما صرت سويسري انت لما تصير سويسري في سويسرا لازم تكون مقيم 12 سنة 12 سنة مقيم في سويسرا ولازم قرية تقبلك ومقاطعة تقبلك والحكومة الفيدرالية تقبلك لازم ثلاث درجات فابحث عن قرية تقبلني فقال لي خلصت عندي على البيت اهلي بدعموك تصير سويسرا بالقرية تاعتنا فروحت على قرية صغيرة 141 141 اللي حاصلوا صوتوا الي وقبلوني بعدين جات المقاطعة الامتحانات وبعدين جات الحكومة الفيدرالية اللي حاصلت على الجنسية السويسرية دراستي منيحة هناك دول ثلاث سنين ونص اللي قضيتهم بدراست القانون كان السكن تاع الطلاب الطلاب أمام الجامعة وبيننا وبين بيت السكن والجامعة كان فقط الشارع كان فقط الشارع يعني احنا نقطع الشارع نكون في الجامعة فانا قضيت ثلاث سنين ونص ما عرف إلا من غرفتي للجامعة ومن الجامعة للغرفتي ومعرف الشارع غير هذا الشارع لأنه كل تدرس ما نجهت في الامتحانات دي خراب بيتي بدي رجع فين يعني هاي من السباجة يعني ثلاث سنين ونص ما حطيت نجرب كهوة واو يعني كنا ناكل في بيت السكة في بيت اللي أسكن فيه روح الجامعة طلع من الجامعة أصدقائي حتى صاروا جذوا مني يا أخي انت ما بعدين أخذت عملت الدكتور صاروا أصدقائي رفاقي جذوا مني ليش يا سامي انت ما بتخالطنا ليش ما بتجي معانا على القهوي أو على السينما أو على شيء كنت لهم أنا جاي أدرس وأنا نجحت يا ويلي فأي مناسبة وحيدي إني أدرس فعلي أدرس يعني يوم أجوا ثنين على غرفتي فتحوا الباب وحملوني بجرية وإيدي ونزلوني الدراج وحطوني داخل السيارة وبعدين أطلعوني من السيارة حامل وحطوني داخل السينما من كدر مجظو مني علشان أنا مابا خالطهم قال غصب عنك حتيجي تحتر فيلم بعانع السينما لا حول ولا كو ولا بالله العظيم مني حضرنا الفيلم مش غطول عليكم بصير تفضل نبينا قبل ما تكملت شو كان الفيلم اللي حضرتي بالسينما شو ذكرني أنا أنا كنت مش بصدق يغلص أنا قاعد تغصب عني ممخاطر أنا هيك مسجون كنت مسجون بينهم هم حامليني كايمين وعطيري حمل حاصلوا بعدين خلصت دراسة القانون وكنت أنا ما أفهم شي بالعلوم السياسية ومثل هيك نحن نعرف المادة الفلانية كل هيك والمادة الفلانية هيك هذا قانون منيح بسا ما بعمل المكتب تاع الحياة فسجلت للدكتوراه وضع غير المسلمين في مصر وضع غير المسلمين في مصر منيح ما فيش كتب قانون شو بدي يعمل بعربي كيف بدك تدرس عن مصر وانت مش دارس ما عندك الكتب الكتب العربية فقلت كويس أنا حروح أدرس في مدينة جينيف دراسة العلوم السياسية لمدة سنة ونص وبنفس الوقت أكون مسجل للدكتوراه في جامعة فريبور ومشى الحال كعدة سنة ونص هناك في جينيف أدرس العلوم السياسية ونجحت نجاح كويس جدا يعني وكررتي أني أروح بصر سنة كاملة أروح سنة كاملة على مصر ستة وسبعين سبع وسبعين أروح سنة كاملة مش هنعمل أبحاث على الدكتوراه لا أعرف فيوم من الأيام وأنا الصباح أفطر على الماء ده كان في بيت السكن الطلب التقيت بثنين مصريين أكباط أهلا وسهلا بكم كيف الحوال كانوا مرين هيك ساكنين بيت السكن الطلبة بالعطلة كيف الحوال من وين انتم من مصر أوه خبر طيب أنا بعد اسموه رايح مصر قالوا لي أنت رايح مصر قلت لهم آه رايح مصر قال لي بتعرف حد في مصر قلت لهم ما بعرف إلا الله ما بعرف إلا الله قال لي مو مشكلة تعالي سكن عندنا إحنا من أجر غرفة فعلا وصلت مصر وصلت مصر هناك مش هنعمل الدكتوراه قعلت سنة سكنت في بيت هدول الأقباط الطيبين في مصر الجديدة في مصر الجديدة وأنا ما أخذ تذكر التاكسي ما أخذني من المطار لمصر الجديدة هيك ولا الشوفير بكلي بيني وبينك أول ما تصل للغرفة إحلق لحيتك كله نهار عبيض ليه؟ شو صار؟ قال لي أنت مش سامع الأخبار في مصر قلت له ولا سمعت أخبار ولا عبالي هاي أول يوم جايتي إلى مصر ما أعرف مصر لا من كدام ولا من وراء قال لي هم هدولة بمسي كل الناس اللي عندهم لحة كان السادات ناكم على الإخوان المسلمين كل واحد إلو اللي عيه بمسيكه بوديه ورا الشمس قال لي أول ما تصل البيت امسك أحلك لحيتك أنت مش بتدور على شكل لا يا عبي أنا لا بدور على شكل بس كيف أحلك لحيتي؟ هذا المتعول على لحيتي ما قدر أحلكها؟ قال لي أحلكها قلت له لا مو مشكلة أنا بخلي لحيتي أنا برهاني معي قال لي شو برهانك معاك؟ قلت له أنا مش مختون لأجو ما سكوني بفرجيهم إياك إلا حاصله برتي السنة بالسلام مش هطول عليك سيرت إقامة سنة كاملة في مصر رجعت لسويسرا إلا وعملت الدكتوراه بنجاح كويس وعندين اشتغلت واتجنست وغير وغيرات وتزوجت وصار عندي أولاد إبني حمد الله الآن صرت جدا إبني الآن شو انتباعاتي عن سويسرا؟ هذه البلد الغريب يعني فلاح شو انتباعات فلاح فلسطيني دخل سويسرا جاي من قريق شو انتباعاته؟ فحاولت باح بشعني طلعت الحاب دراسة القانون الدستوري تاعنا يعني انجبارت أطلع على بعض أحداث سويسرا وقلت يعني فعلا هذا بلد مميز بلد مميز نصيبي اراد انه اكون في هذا البلد وطبع للحال لكل مقام مقال مقامي في سويسرا هنا تسمح لي بالحرية الفقر نوعا ما نوعا ما مو بالتمام يعني برضو كويس فمجبور اغتنم هذه الفرصة علشان اتكلم فاشي شو هي سويسرا اصلا اولا يعني كانوا يقولوا سويسرا منيح سويسرا بصلا انا مش عارف وين موجودة حتى ما عارف بأي قارة موجودة اول ما وصلت سويسرا ما كنت عارف يعني اول ما حصلت على المنحة بسويسرا وانا شو بدريني بسويسرا كان صحيح المناثل الصليب الاحمر جاي من سويسرا قلت له يوم الايام وين هاي سويسرا تيجي وين موجودة راح جاب لي كلب ورسم لي احمار بأربع جرين قلت له شو هاذا الاحمار قال بالتمام هاي صورة سويسرا في وسط اوروبا بشكل احمار بأربع جرين فانت لاشوف الخارطة فعلا التضاريس اتبين كأنه احمار قاعد ماكن عشيش هذا كل الاشي الوعيد اللي اعرفت بي حصلت هنا بسويسرا فهاي البلد تحيط بها خمس دول تحيط بها خمس دول في علمانيا من الشمال وايطاليا من الجنوب والنمسا وامارات ليشتنشتاين من الشرق وفرنسا من الغرب ومالهاش منافذ بحرية مالهاش منافذ على البحر لكن عندها انهور وعندها بحيرات كبيرة صحيح وانا ساكن على خمس دقائق من بحيرة من اكبر بحيرة في اوروبا الغربية خمس دقائق مشي من هون لانا ساكن هنا على البحيرة نعم ومساحتها عملت تعاهد بينها انها تدافع عن بعضها وكان ذلك العهد في اول اغسطس من عام 1291 1291 وهذا هو اليوم الوطني لسويسرا اليوم الوطني لسويسرا هو واحد اغسطس 1291 واستقلت سويسرا كانت تنتمي للامبراطورية الرومانية المقدسة كانوا يسموها تحت عائلة هابسبورغ استقلت اخدت استقلالها سنة 1648 1648 وسويسرا تشبه كثير منطقة الشرق الاوسط كثير يعني كان هناك حروب لما اجوا البروتستانت وعملوا الاصلاح الديني تاعهم في المانيا امتد هذا الى سويسرا لانه احنا جيران فاجوا هذول المباشرين البروتستانت حabyrinمين يحولوا المقاطعات الى بروتستانت وفي مقاطعة كتوليك رفضوا مقاطعات البروتستانت كانوا يعني تحولوا الى البروتستانت والكنائس تقاصموها والكنائس اللي بروتستانت نحتلها راح ومحوا المحوا الصور وكسروا الصلبان هل الكنائس البروتستانتين مない توجد لايقي بها الصور ولا شيء WS او راحوا دهنوها على البلغة وتروع على الكناس البروتستان ما عندهم صليب على الكنيسة موجود ديك ديك هوا بفور ما في صليب ما في صليب وكناسهم يعني مثل الجوامع ما في شي لا تمثيل ولا صور في التمام مثل الجوامع الديك بيعني اي شيء الديك هذا بيعني اي شيء له معنى مغزى بحبوا الجاج بس هذا الشيء الواحد اللي بعرفه اتنكر واحدة سورية كاثوليكية جت زارتلي هنا بتقول لي راهت على مدينة لاوزان ودورت على كنيسة تخافت تخلي البيوت تقولها ربما بيت ما وجدت كنيسة بتقول لي قلت له ولو مليانة كنايس في لاوزان قلت لي ما فيه كنايس قلت لي ما فيه كنايس كل مرة اطلع فوق اشوف صليب ما فيه صليب ما فيه صليب اشوف ديك تقول له هذا هي الكنيسة قلت لي قمر اميلا ليش حاطيني الديك بدل الصليب تقول له ما بدري بحبوا الجاج هون انا بتمنى بتمنى كل الكنيس بالعالم تحب ديك خلص وكل المساجد كان بدل الهلالة تحب ديك كمان يا عفارب عليك انت كمان تحب ديك الجاج تقول لي معريش ولا بلاريش تحب الجاج فهنا في مقاطعات كاثوليكية ومقاطعات تحولت إلى البروتستانتية وعملوا حرب وفي سويسرا عبارة حروب دينية أول حرب ديني اشتعل في روبا الغربية كان في سويسرا بين كاثوليك وبروتستانت وذبحوا بعضهم ذبحوا بعضهم الكاثوليك وبروتستانت يعني هناك في حروب أول حرب ديني 1529 1831 1656 1772 1712 وفي هذا الحرب الأخيرة الكاثوليك فقدوا ألفين جندي بالحرب ألفين جندي خسروا الحرب وبعدين صار في حرب 1847 كمان بين الكاثوليك والبروتستانت نابوليون غزى سويسرا احتل سويسرا 1798 وكانت عامة سويسرا مكونة خاصة من المقاطعات البروتستانتية ولما عاز مقاطعة كاثوليك يتنضم ليهم يرفضوهم فاجأ هذا صاحبنا نابوليون فرض على الجميع المساواة بين المقاطعات ودخل الكاثوليك معهم ودخل الكاثوليك معهم الحاصلوا أخي عملوا دستير عملوا دستير أهم دستور تاحهم يعني في عملوا دستور 1848 ثم اللي يحكوا 1873 1873 والدستور لم يغير هذا الدستور تماما إلا عام سنة الألفين يعني بيقوا على دستور 1873 شوف المدة أكتر من 120 سنة بيقوا على الدستور الأولاني اللي أسس الحكومة الحديثة وسويسرا دولة محايدة من عام 1515 هي دولة محايدة يعني عامة لا تدخل وهي من 1919 مقر لأصبط الأمم المتحدة وفي عام 1919 عمدي سؤال هنا أنا مسألت هاي الدولة محايدة أنا بصراحة يعني يعني ما فهمتها فهم كامل يعني شو معنات دولة محايدة يعني ما بتدخل بحروب يعني ما بتدخل بحروب مع الغير والدول للأخرى بتحترم أحيادها يعني بتحاربوا مع سوا بيقول هاي دولة محايدة لا بتدعم هاذ ولا بتدعم هاذ لا بتدعم هاذ ولا هاذ يعني هي انتو تقاتلوا مع سوا إحنا حياديين إحنا حياديين أوكي أكبلوهم تعرف سويسرا حتى ما كانتش عضو في الأمم المتحدة إلى عام 2002 لم تدخل ودخلت الأمم المتحدة في أول تصويت لم أذكر السنة أنا كنت موجود في سوا الشعب رفض يدخل الأمم المتحدة ثم عادوا التصويت 2002 ودخلوا الآن سويسرا هي دولة الوحيدة في وسط الأوروب اللي بيقرر فهي وسط دول الغربية لكن هم الشعب رفض يدخل الاتحاد الأوروبي هو الشعب اللي بيقرر مول الحكومة الشعب اللي بيقرر والآن سويسرا تتكون من 26 قانتون يعني مقاطعة 26 مقاطعة 20 قانتون كامل وستة أنصاف المقاطعة أنصاف مقاطعة يعني 23 مقاطعة كاملة وعن كل 26 مقاطعة وكل مقاطعة لها دستورها هي دولة مستقلة دولة كل مقاطعة هي دولة عندها برلمانها عندها دستورها وعندها هي بتعمل القوانين إلا اللي لصلاحية الحكومة الفيدرالية ويا حقل القوطون جمع الدرائب أخاطرها كل مقاطعة لها ضريبتها هي اللي بتقول نسبتنا يعني أنا كنت في مقاطعة لأسبوع الماضي إذا تقطع الطريق هاي مقاطعة فالي وهاي مقاطعة فو فإذا تغير السكن تدفع 5000 أكتر درائب فقط تغيير الشارع 5000 دولار أو أكتر إيه هلأ أنا ساقفة وإنت في كل قرية كل قرية في سفيسرا هي بتقرر الدرائب تعاونها كل قرية هلأ أنا كل قرية إيه بتقرر الدرائب تعاوني القرية هي بذاتها إيه وأنا عام وجود في قرية هنا حدودها البحيرة والطريق ونهر صغير من هناك ونهر صغير من هذيك الجهة إذا قطعت الطريق تدفع 20% درائب أكتر واو بصراحة أنا بينا أنت ذكرتني المسلسل صح النوم كان غوار ومتحارت كل من إيده ألغ بالدمام بالدمام هي هي وبما إن هنا بيدفع أقل درائب الحياة أغلى فالأرض أغلى والسكن أغلى وغيره غيراته أغلى فيعني كل قرية هي اللي بتقرر تسن يعني ضغصصاتها فإحنا بنصوت على مستوى القرية على مستوى المقاطعة إحنا في قرية موجودين في مقاطعة نصوت على مستوى المقاطعة ثم على مستوى الحكومة الفيدرالية فكل واحد من هذول له جزء من درائب حكومة الفيدرالية إلى جزء حكومة المركزية المقاطعة إلى جزء والقرية إلى جزء وكل واحد بحدد مثلا أنا بدفع درائب على البيت كلي قرية كلي قرية تقرر كم درائب تدفع البيت تاعك كلي قرية أنا فاة هنا يعني هذا هذي عندنا برلمان الشويسري عندنا برلمان الشويسري من غرفتين من أيوة واحد يمثل المقاطعات وواحد ممثل الشعب واحد في ستة واربعين ممثل للمقاطعات يعني كل مقاطعة إلى هتنين إلا المقاطعات النصف إلى هواحد وغرفة الشعب فيها مئتين ممثل وإحنا ما عندناش عندنا فقط سبع وزراء بش ممكن تزيد على السبع فقط سبع وزراء وكل واحد مستلم جزء من الفيدرالية يعني من الحكومة الفيدرالية سبع وزراء المعذرة عندي هنا وعندنا رئيس دولة رمزي وهو واحد من هذول الوزراء واحد من هذول الوزراء بالتناوب بصير رئيس الدولي لسنة وعامة الشعب ما بعرف من رئيس الدولي يعني انا اسألني مين رئيس السويسرا اليوم ما بعرفوش بصراحة ما بعرفوش ليش لانه ما عندوش شغل يعني ما عندوش شغل خاص بي الشيء الوحيد اللي بتعرف انه هذا الرئيس بلقي خطاب آخر السنة بس هناك بظهر لك من هو آآ هذا هو الرئيس لو سهلا بك صرف نبينا فمسألة الوزارات هاي سبع وزارات بس يعني أنا بس كنت أسمع ما في جيش لسويسرا المسائل العين فيها وزارات الموجودة وزارة الداخلية وزارة التجارة وزارة الاقتصاد وزارة القانون والبوليس ومثل هيك يعني هموا سبع وزارات فقط إذا تحب يعطيك عدد أسماء الوزارات مقاطية بس هموا سبع وزارات واحد كمان لنجيش بطرق الحال واحد وزارة لنجيش فعندنا فقط سبع وزارات بطرق أهالهم نواب هم عمالهم يعني مضى فيهم بالتمام وفي سويسرا عندنا ثلاث لغات أربع لغات أربع لغات ثلاثة منها رسمية كل القوانين تترجم بيها بتلاث لغات واللغة الرابعة هي عدد صغير من السكان لكن هي في المقاطعة تعتبر يعني اللغة رسمية في المقاطعة هذه كيف تم التعايش هنا في سويسرا وبعدين هناك حوالي 73% ألمان و24% كل فرنسيين أو 20% فرنسيين أربع وخمسة في المئة سويسرية إيطاليين وبعدين جزء روماش يعني أربع جنسيات مختلفة ومعطبع مختلفة السويسرا اللي فرنسي إلو طبعه سويسرا الإيطالي إلو طبعه سويسرا الروماش عنده طبعه سويسرا تقولوا إنه 11% من الشعب السويسري بيعتبر حاله ملحد أو بلدين أو مثل حاصله وعندنا أربع بالمئة مسلمين كيف استطاعوا هدولا يتعايشوا بين بعض هنا في سويسرا مثل ما كنت لك صارت فيها حرب صارت فيها حرب في أوروبا الغربية عامة كان هناك الصراع بين الكنيسة الكنيسة والحكومة الكنيسة عايزة تفرض قوانينها قوانينها على المجتمع والدولة ترفض فعبلوا اقتراح عملوا هناك تعبير ألماني لأنه هي مشكلة جات من الإصلاح البروتستانتي من الإصلاح البروتستانتي هناك صار التنازع ما بين السلطة والكنيسة فبسلموا كل تور كانف اللي ترجم قوم باب بولا السيبليزيش أي الصراع لأجل الحضارة أو الصراع الثقافي والذي يذكرنا كلاش سيبليزيش يعني البوتستان والكاثوليك كانوا بتصادق ببعضهم مثل اليوم بين أهل السنة والشيعة مثل السنة والشيعة يتقاتلوا مع سوا كان أساس السراع الذي امتد لسري السراع كان في مملكة بروسيا ثم انتقل إلى الامبراطورية الألمانية تحت زعامة بيزمار والكنيسة الكاثوليكية تحت زعامة البابا بيوس التاسع حاول فصل الكنيسة لأنه هو بيزمارك حاول ينظم الحياة دون الرجوع للكنيسة دون ما أخذ موافقة يعني مثل ما تقول مصر عايزة تعمل قانون بدون ما الرجوع للأزهر قال ناك تقول بهذا الوضع ابني وهو هناك صراع ضار بين فلاسفة التنوير ورجال الدين الكاثوليك بدأ هذا الصراع الثقافي في الستينات من القرن التاسع عشر في منطقة بادن الألمانية اللي فرضت على الكهنة امتحان ثقافي لما عرفت مدى كبول ومبايعاتهم للدولة ومن كان يرفض ذلك كان يجرد من وظيفته كراجول دين الدولة قالت له انت عايزة تصير راجول دين لازم تبضى الامتحانات اذا انت مش ليس ولاوك للدولة تطرد والبابا بيو ست التاسع عشر وضع قائمة بثمانين خطأ في السياسة والثقافة والعلوم قال انه هدولة الثمانين خطأ يعني لازم نتفادعهم ومن بين الأخطاء حرية التعبير وحرية الدين اعتبر الاعتراف بحرية العقيدة حرية التعبير وحرية الدين خطأ يرفض حرية الدين واضف الى ذلك هو اعتبر حاله انه هو معصوم عن الخطأ عصمة البابا عن الخطأ وطبع الرجال السياسة قالوا له لا احنا ما نقبلش بالوضع ده ابتد هذا الصراع الى سويسرا وكان هناك الصراع الدموي وسويسرا انه كان سيطر عليها في الزمانات الطيار البروتستانتي راحوا قطعوا العلاقات مع الفاتيكان 1873 بسبب عصمة البابا وسنة بعدها جو اخدوا تسطور 1874 لضمان وحدة سويسرا بين كاتوليك وبروتستانت لانه ما كانش فيه مسلمين وقتها هم طعفتين مسيطرين كاتوليك وبروتستانت فعلشان يأكد وحدة البلاد كيف تجمع اربع جنسيات اربع لغات ديانتين متقاتلتين تجمعهم في دولة واحدة صغيرة وبالاضافة انها فقيرة كيف تجمعهم فجابوا الدستور تاعهم 1874 وضعوا فيه مبادع عامة اللي تضمن وحدة البلد ويريت الدول العربية تنسطي كويس ازاي سويسرا طمنت سلامتها من خلال القانون اولا اعطيك المبادع اللي بنيت عليها سحب سجل للأحوال الشخصية من يد الكنيسة ووضعه في يد الدولة وهو ما يطلق عليه السجل للدولة المدنية الدولة المدنية يعني الدولة غير الكنسية قالوا السجل من يلاد من بيموت مو الكنيسة اللي تسجلهم لا احنا اللي نسجلهم طيب ثانيا فرض الزواج المدني 1874 شوفت يعني مو اليوم والبارع احنا لسا دنا لحد الان ما نسترجش نتخلم بالزواج مدني هم 1874 ارفوا القصة قالوا انه اذا احنا مسا ليه ليه المشكلة انت تعرف هناك مشكلتين في الزواج اولا الطوائف ما بتتزواج مع بعضها فالكاتوليك اللي ياخد بروتستانتية كان البرتستانت يرفض يزوجه رئيس الكاتسيسي او رجل الدين الكاتوليك يرفض يزوجه واضف الى ذلك انه يعني هلا فيه قرية كاثوليكية محاطب بكلها بمسلمين وصيروا يزوجوا بين بعضهم ما يقدر الواحد منهم ياخد بروتستانتية من القرية اللي بحده فشو بياخد بنتخالتهم بنتعمهم بنتقرعبهم مثل هيك فبصير الدم ما اختلتش الدم يعني فكثير منهم طلعوا مهبولين تفهم عليك ايه حاصلهم فايه عملت الحكومة الفيدرالية قالت احنا اولا عايزين لبرتستانت يعرفوا يتزوجوا من الكاتوليك والكاتوليك يتزوجوا من البرتستانت لشان تخلط الدم علشان بطل يتكاتلوا كان منجوزهم لبعض فاذا تجوزوا مع بعض واحد مش هيفتل الثاني فهم عليك فشو عملوا الزواج المدني ومنظروا من دون اللجوء للكنيسة الكنيسة بطل لها الكلمة الفاصلة هل تتزوج هاد ولا لأ هيا بتدلت حك تتزوج ان شاء الله تعبد الكرد تيجي عندي انا حاب فلاني ما بيسألك يجدينك اوما لها داخل مهما يكون دينك ممكن انت اسألك دينك لكنه لن يكون مانع للزواج لن يكون مانع للزواج فيزوجوك والطلاق حتى اذا ما مش الزواج وعايز تطلق مش ضرورة تروح عند الكنيسة بتروح عند المحكمة المدنية هي اللي بتطلقك لانه سابقا كانت الكنيسة اللي بتطلقك لحد اليوم في لبنان اذا انت مسيحي وعايز تطلق ما في محاكم مدنية محاكم دينية طب بيت كاثوليك ما بطلقو طب حنساوي شو بتروح تبني كنيسة للوسقوف بتطلقك بتبخش شو تدفع بخشيش فاهم علي؟ مثل ما يقولوا عندنا البراطيل بتحل السراويل بطيل عمل ماشي بكل بدمنا بالأسف حتى عند الكنيسة هلأ صارت لا هي الحكومة اللي تسيطر على الزواج والطلاق والدنيا بعدين حذفت كل المحاكم الكنسية هلأ بتروح لبنان محاكم كنسية في السورية محاكم كنسية في العراق محاكم كنسية في الأردن محاكم كنسية فاهم علي؟ في الإضافة للقوانين الكنسية أو الدينية مثل هي في مصر حذفوا القوانين المحاكم الدينية لكن لم يحذفوا القوانين الدينية هلأ المشكلة أتا ترك حذف الاثنين المحاكم الدينية والقوانين الدينية وعمل قانون موحد أصله هو القانون السويسري أخذ القانون السويسري أتا ترك أخذ القانون الاسفيسري كقانون مدني طيب منيح بعدين حلفت المحاكم الكنسية اللي لا تدخل بحلال الزواج بعدين ضمنت الحرية الدينية يعني منها حرية الأهل في اختيار ديانة أبنائهم أنت عايز أولادك تصيروا بضيح حار إحنا عندنا لا إذا أنت مسلم أولادك مجبور تصيروا مسلمين ومجبورين يتبعوا الدراسة الإسلامية لا أنت بعمر 16 سنة مش عايز أحضر دراسة دينية في المدمزة سلام عليكم مع السلامة ما بدي يدرس دين ما حد بقدر حقيق انت حر وإذا بعمر 16 سنة عايز تغير دينك بتغيره فعمر 16 سنة طب قبل 16 نبينا ما بحق لك تغير دينك الأهل فقط لهم الأهل اللي بيقرروا عمر 16 1874 اعتبروا أن عمر 16 هناك بلوغ ديني بسموا البلوغ الديني تقدر تيقرر قبل 16 أهل هم اللي يقرروا مش الدولة هنا في مجتمعنا مش الأهل هم اللي هي الدولة اللي بتقرر إنها حتكون مسلم لنفرض واحد مسيحي واحد مسيحي زواجة مع أحد مسلم مش ممكن يربوا أولادهم مسيحيين لأن الحكومة تفرض الإسلام ولو حتى الاثلين عايزين يساويهم مسيحي ما يقدروش لأن الحكومة تتدخل هنا في إسرائيل الحكومة ما بتتدخل القرار يطبع لها لعمر 16 سنة بعد 16 سنة عايز تغير دينك تغيره أضفين ذلك حذفوا جميع المقابر الدينية يعني كيف؟ يعني مثلاً أنت كنت الكاثوليكي وطلقت أنت كاثوليكي في مقابر كاثوليكية الكنيسة الكاثوليكية ترفض تدخلك في مقابر الكاثوليك طب وين دتفنوك أخي؟ دفعش؟ طيب أنت جاك ولد توفى هو صغير مش معمل إذا مش معمل ما تغيرش يكبروك في مقابر الكاثوليك بيتفنوك خارج المقبرة إذا انتهرت خارج المقبرة حكم عليك بالإعدام خارج المقبرة ومشاكل مثلاً واحد بروتستانتي مات في قرية كاثوليكية مسكين وين بدهم يدفنوه؟ الكاثوليكي ينفضوا يدفنوه؟ طب وين يروح يدور على محل يدفنوه فيه؟ هو مات المسكين فما علي؟ ما بيقدر يمشي راح يدور على واحد يكبر جثته فالحكومة قررت إنه المحاكم بإيدي أنا ولو حول الكنيسة الكنيسة ما لاش دخل بالمقابرة لأنه كانت المقابر عامتان حول الكنيسة لكن ملقية المقابر أصبحت للدولة وقرار مين يدفن فيه هي للدولة؟ ليس للكنيسة فقالوا أحسن شيء عشان نواحد الكاثوليك والبروتستان إنه نواحد بين الأموات فالأكثر من هيق إنه وضعوا هاي المادة تحت المقابر في الدستور وهو الدستور الوحيد في العالم اللي وضع فيه مادة عن المقابر شديدين لدرجة إنه قالوا لا ما في فادة إحنا اللي بنسيطر على المقابر معزين رجال الدين يدخلوا في الموضوع يجب أن نضمن الكرامة الإنسانية ونعطيه دفن صالح كإنسان ما لوجد أخلي الكنيسة يعني شو هلأ لما أنتم تقيم السجل للمدني من إيد الكنيسة بتقيم الزواج بتحط زواج مدني بتقيم الزواج من إيد الكنيسة الطلاق بتقيمه فهم عليك المحاكم ما فيه محاكم وبعدين تسمح الحرية الدينية حر تقير دينك وبعدين المقابر بيد الحكوم يعني نزعت كل صلاحية الكنيسة من الميلاد إلى الموت من الميلاد إلى الموت هي بإيد الدولة وهكا الدولة ضمنت إنه الكاتوليك والبروتستان تتعايشون يعني هذا مبدأ أساسي لمجتمعاتنا العربية والإسلامية إذا عايزة تعيش يجب أن تأخذ بهذول المبادئ الأساسية اللي السويسرا أخذتها علشان تتخلص من الحروب الدينية اللي كانت تدمرها وعلشان يضمن وحدة البلد هذول اللقات أساسية اليوم ما فيش ولا دولة عربية بتأخذ بهذه المبادئ وفي طبعة الحال ممكن بتتعيش بسلام مش ممكن يعني بترجع للوضع اللي كانت في السويسرا قبل ما يعملوا الدستور هذا وكانوا زمن حرب وإحنا فعلا في حالة حرب ليه لأن نحن لم لم نلتزين بهذول المبادئ السويسرا فاهمه السعيد اللي بتعلم من أخطاء غيره السويسرا كانوا عندهم أخطاء على جوها أحنا ما حدش يسترجع أصلا يتكلم بالأخطاء يا وينك إذا بتقول عندي أخطاء ما عندوش أخطاء طيب منيح هلأ شو اللي هلأ في عام الفين سمت عام الفين السويسرا تبنت دستور جديد دستور جديد وفي الواقع هذا الدستور غريب عجيب يعني قعدوا عشرين سنة يفكروا يسووا دستور جديد قالوا السويسرا دولة حديثة يجب أن نعمل دستور حديث للدولة السويسرا ما ماشي الدستور الحالي ليش يا أخي منك تغير ما في شي ما كل مرة جددوا وماشي وضامن سلامك البلد تجدد على شو ما لا ماشي داعي قالوا لا إحنا عايزين يعني دستور جديد حط بعقله رئيس واحد من الوزراء إنه عايزين نساوي دستور جديد قعدوا عشرين سنة يبحثوا يكتبوا دستور عملوا لجان الله كتبوا مشاريع الله ما نفعل ما ماشا ما قدين يا جواح أكرهم يا أخي أنتم طولين معنا تعال اللي بنسوي لك إياه السنة هاي طب منيح سوي لك إياه السنة هاي بل مسؤول عن العدل قاعد بمكتبه حسب ما بعرف يعني في ليلة واحد يكتب لهم الدستور فشو مستعجل هو مش عايز السنة تخلص عليه عايز إنه يبين لهم أنا ما استطيع أكتب دستور فكتب لهم الدستور فشو مأخدش كل الاعتبارات تعون الحكمة تاعت اللي كتبوا الدستور الأول 1874 ففي بعض المواد أعتبر إنها مش مهمة مثلا المقابر حنف من الدستور هذا خطأ والآن إحنا وقعين مشكلة المقابر لأنه قال إحنا الكاتولي كل بروستلت مقطو تستلت تعودنا ندفن بحد ما فمعناته مش ضروري نحط مادة عن الدستور لكن في الدستور عن المقابر لكن عندنا المسلمين اللي مش عايزين يدفنوا إخلصنا من الكاتولي كل بروتستانت وقعنا بقدام لرواح هلأ المسلمين عايزين مقابر لحاله فما عندناش مادة دستورية قبل كان عندها مادة دستورية هلأ بطل إنها مادة خرب بيت لمن الحلال هذا بعجلته طيب المادة اللي بيقول إنه في أمر 16 سنة بتغير دينك قال لا ما حريط العقيدة مضمونة في السفيسر نعذفها فهذا في المادة لكن هم أبقى أبقى حرية العقيدة موجودة وإنتباع لكن يعني ساوى القانون وكان مكتوب مثلا في الدستور القديم 1840 إنه الدين لا يعتبر مانعا للزواج قال ما هو كل الناس بتعودين على هيك لسوى ليس إنه المسلمين مرفضوا هلأ عندك 4% مسلمين واحد مسلم بيرفض إنه بنتوا تتزوج مع واحد مسيئي هاي دائم نحن 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 داكور أنا والصبابي محيز هيك دقيقي هيك آه اينَّoires طبعاً تلحق أهل البيت عايزين هنا حوالت صوتي الحاصلة إنه هذا التسطور الحديث صحيح إنه حديث واللي تريده لكن ما أدخلش تحسينات لا بالعكس يعني تغاضعاً بعض المواد اللي احنا كنا بنحتاجها اليوم الحاصلة هذا التسطور الحديث حدث إنه أنا اللي ترجمته للعربية الدسطور الحديث هي ترجمتي والموجود على موقع الحكومة الفيدرالية وتم تحديثه يعني أضيفت له مواد لأنه دائماً يضيفه مواد والنسخة المحدثة وضعنا الرابط لها ومذكور في بدايته شكور إليه الترجمة هاي إنه أنا اللي قمت وهم حدثوا موقع آخر قمني الحاصلة هلا هذا الدسطور الحديث يعني ممكن ترجع ولو إلى هذا نفس الأمر جاء إنه إنه هناك هاي قدي الفلسطينيين قالوا احنا عايزين نعمل دسطور لنا فعملوا دسطور ليهم مشروع دسطور مين اللي دفع الدسطور الفلوس الحريري يا السلام ايوه شو بدي يطلع من الحريري غير الخرا حريري يعكي جاء دسطور مكة وحطة ضيور هذه المشكلة مقدروش اكتبوا شي هذول جاي عندهم أفكارهم الدينية وحطوا فيها أخذوا القانون الدستور المصري ونقلوا نفس عيوب الدستور المصري والدستير العربية الأخرى حطها في المشروع الدستوري هات فجهيئة دينية مسيحية أهمه استشاروا المسيحيين قالوا منتو شرائكم بالدستور هذا مشروع الدستور بعثوا لي يا قالوا لي أخي قلت كمسيحي فلسطيني وقانوني علقلنا على الدستور فأنا كتبت تعليقات تقوم الرابط تحت الشريط ما أخذوا بالتعليقات والدستور لحد الآن مماشي دولة فلسطين ما عندهاش دستور لحد الآمن يعني دستور كامل إنه نافذ المفهول حسب علمي لحد اليوم ما عنده مش دستور وهذا الدستور في العيوب اللي عالجها الدستور 1874 وأنا قلت لهم يا ناس أولاد الحلال هذا الدستور ممكن يعدل بهذا الطريقة وأنا أقول للدول العربية إنه أنا كقانوني درس القانون في سويسرا مترجم الدستور سويسرا للغة العربية إذا محتاجين مساعدتين مستعدتين أجي أعملكم دستور جديد أو أساهم لوضع الدستور كيف حلت سويسرا المشاكل نستعمل الحلول السويسرية لطرح ليحل مشاكلكم الداخليين أنت تعرف أتا ترك أجاي وصل للحكم كان هناك الخليفة والسلطان قال له لا أنا مقدرش أساوي دولة حديثة بالقوانين الإسلامية فشو عمل طرد الخليفة من إسطنبول وأختار فين إنه يجي على سويسرا الخليفة وأتا ترك راح أخذ القانون المدني لسويسرا بدل الخليفة بالقانون وحذف كل المحاكم الدينية والقوانين الدينية وعمل دولة حديثة واليوم لأسف الأتراك نسيوا التاريخ داعهم كازين يرجعوا الحالياً لورا دول العربية إذا عايز زيلة تتقدم يعني مو مشكلة انت خد طب هلأ إننا نقرأ بعض المواد بعض المواد اللي تفيد دولنا العربية اللي قد تفيد دولنا العربية مش هنقرأ كله الدستور السويسري لأنه دستور طويل فإحنا عايزين نقرأ بعض مواده اللي إحنا هعلق عليها علشان هو كم عدد مواده يا رب يه 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 سهلا وحدي أعطيك أدد مواد الدستور أعطيك مواد أو أو لا عندي مشكلة هنا في الهذا أعطيك أدد مواد الدستور هنا سما لا أكتر أكتر من هيك سهلا وحدي أعطيك أدده هو أولا لا أولا لا مية وستة وتسعين مادة الدستور أوكي مية وسبعة وتسعين مية وسبعة وتسعين مادة الدستور السويسري أوكي إحنا هنأخذ فقط بعض المواد اللي لها فائدة لمجتمعنا يعني ممكن إنه دولنا العربية تستفيد منها لحل مشاكلها الداخلية أولا المادة الرابعة المادة الرابعة اللغات القومية اللغات القومية ليش إحنا بنتكلم من اللغات القومية لأنه بتعرف المشكلة في سويسرا في تركيا لحد الآن ما بعترفوا بالكردي ما بعترفوا بالكردي هنا في سويسرا عندك أربع لغات اعترفوا بأربع لغات احنا هنقرأ المادة الرابعة سوريا لا يعطي رهوم الكردي مثلا سوريا بالتمام وحتى مصر ما بتعرف بالقبط ما بتعرف بالقبط حتى لما عملوا عملوا حلقات دينية يعني الكداس بالقبط في الإذاعات أو تلفزيون المصري حتاجوا لا هذا مش بالعربي حتاجوا عليهم الحاصلة هل المادة الرابعة المادة الرابعة بتقول لك ايش المادة الرابعة بتقول لك احنا هنقرأها مشان نكون على نور يا الله معذرة هنا اللغات القومية هي الألمانية والفرنسية والإيطالية والرومانشية الأربع والمادة سبعين بتقول لك المادة سبعين المادة سبعين احنا هنقرأ المادة سبعين هنا الكمبيوتر قاعد بلعب منيح مش مشكلة حنسيطر عليه هيك المادة سبعين بتقول لك يا عزيز قلبي هنا اللغات الرسمية في السويسرا هي الألمانية والفرنسية والإيطالية اللغة الرومانشية هي أيضاً لغة رسمية لانتخاطب مع المتحدثين بهذه اللغة تحدد المقاطعات لغاتها الرسمية وحفاظاً على النسجام بين المجموعات اللغوية تحرص المقاطعات على التقاسم الجغرافية التقليدية للغات وتطع في الاعتبار الأقليات اللغوية المحلية يشجع الاتحاد والمقاطعات تفاهم وتبادل بالمجموعات اللغوية المختلفة يساعد الاتحاد المقاطعات ذات اللغات المتعددة في كلام مهامها في هذا الشأن يدعم الاتحاد الإجراءات يعني هنا عندنا مقاطعات فرنسية في مقاطعات إيطالية في مقاطعات ألمانية مقاطعات رومانشية كل مقاطعة بتحافظ على لغتها في مقاطعة إلها لغتين مثلاً مقاطعة فريبور إلها ألماني وفرنسي فكل قوانينها بتصدر بهذه اللغتين في جنيب مقاطعة فرنسية قوانينها بتصدر باللغة الفرنسية أما الحكومة الفودرالية بتصدر بتلاث لغات القوانين جامعة جميعها بتصدر بتلاث لغات لكن إذا واحد من المقاطعة هاي الصغيرة اللي فيها أقل من واحد بالمية عايز يحكي بلغته يحكي له بالبرلمان يحكي بلغته محدش بزعجه محدش بزعجه طيب هلأ نأخذ مادة أخرى هذا موضوع اللغات ثانياً المساواة أمام القانون المساواة أمام القانون بتقول لك المادة الثامنة المادة الثامنة كل الناس متساونة أمام القانون ليه جز التمييز بين الناس بسبب الأصل أو العرق أو الجنس أو الأمر أو اللغة أو الوضع الاجتماعي أو بطريقة الحياة أو الاعتقاد الديني أو الفلسفة أو السياسي هذا مبدأ المساواة دولنا العربية لا تقبل بهذا المبدأ فهي وضعته في الدستور لكن كلام فارغ في مادة أخرى راح تنقضطه فيعني هذا المادة معمول بها في سليسرا المادة العاشرة الحق في الحياة والحرية الشخصية لكل إنسان الحق في الحياة عقوبة الإعدام ممنوعة نص في الدستور ممنوع الإعدام لكل إنسان الحق في الحرية الشخصية وخاصة في سلامته البدنية والنفسية وفي حرية التنقل التعذيب ممنوع وكذلك كافة صور المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسان المهينة يعني قلت صارفات السعودية تقع تحت هذه المادة هذا المخالفة حتى في كل الدول العربية فيها تعذيب كل الدول العربية يا للأسف أيها فهنا عندنا في سويسرا السجن مثل القطير أربعين جوم أنا يعني بترجم موقعات الحكومة بالزورة للسجن أربعين جوم سجن أربعين جوم طيب لكن هنا برضو في هذه المادة هذه المادة عامة فمثلا في قانون يمنع ختان البنات في سويسرا لكن لما سألت الذي كتب القانون سألته للي كتب القانون هل ممكن نستفيد من هذه المادة لمنع ختان الذكور جوابني أنت عايز مشاكل مع اليهود هيك جوابني حالا طيب أنت عاملنا تضحك علينا هل ممكن نستفيد من هذه المادة؟ هل يمنع ختان الإناث؟ لكن ما حدش منهم يسترجي جعل ختان الذكور لأنه خايفين من اليهود؟ شو سبب نبينا أنه خايفين من اليهود؟ يعني في لن سلطة في لن قوة في لن... أنا شرحت هذا الأمر في حلقات مع البط الأسود حول الختان عملنا ثمن حلقات عن الختان ممكن ترجع هو سبب تاريخي الحرب العالمية الثانية مثل هيك يعني فيه فيه إرث إرث تاريخية للأسف لكن هنا مخالف للمادة الدستورية المادة الدستورية واضحة أنه الختان هو جريمة لكن ما تقدرش تنفذه أما فيناك قانون سويسري يمنع ختان البنات لكن لا يزجد هناك قانون يمنع ختان الذكور وهذه جريمة هذا عيب من الدستورية السويسري هذا غير متوازي وأنا قلت له أنت معناه تحطيت لنا قانون ما له معنى هو اللي كتبه أنا كلمت الشخص اللي كتبه بالذات قال لي أنت عايز مشاكل مع اليهود داعيب داعيب منه إله حاصله هلأ المادة 14 المادة 14 من الدستورية حق الزواج وتكوين الأسرات يكفل الدستور حق الزواج والحق في تكوين الأسرات المادة في الدستور السابقة تقول الاختلاف الديني ليس سببا في عدم الزواج هم مختصروها اعتبروا أنه مقبول لكن نفسه أن المسلمين يرفضون ذلك طبعا هي المادة تكفي فعلا يعني عامة إذا انطبقها التطبيق صحيح يكفل الدستور حق الزواج أو الاستماع للتعاليم الدينية لا يجوز ممارسة أي ضبوط علي شخص للاتحاق بجماعة دينية أو الانتماء إليها وممارسة أي شعاية دينية أو الاستماع للتعاليم الدينية بس النص القاد السابق أنا أراه أفضل كل 16 سنة كل واحد ممكن يترك دينه وإنه ممكن يرفض يروح يعني محدد للسنين وواضح الأمر ما نخلصه بعدين المادة 21 حرية الفنون يكفل الدستور حرية الفنون هل الدولة العربية تسمح السعودية تكسر آرات الموسيقى مثلا داعش بتكسر كل التماثيل تكسر كل التماثيل الإخوان المسلمين أول مصلوا للحكم كانوا عايزين يدمروا الأهرامات وابو الهون فهذه المادة مخالف للدستور تاع السويسر على كل الكنيسة والدولة هذه المادة غريبة جدا أوضح لك إياها المادة هاي بتقول تنظم المقاطعات العلاقة بين الكنيسة والدولة يعني الحكومة الفيدرالية ملهاش دين لا تتعامل مع الناس على أساس الدين هي إدارية المقاطعات في مقاطعات كاثوليكية في مقاطعات بروتستانتية في مقاطعات المانية بالمية بالمية في منها غير علمانية الحكومة الفيدرالية قالت نترك لكل مقاطعة حق في تنظيم علاقة مع الكنيسة أو مع الهياة الدينية ففي منها يعني تعطيها بعض السلطات لكن على شرط أن لا تخالف مواد الدستور الفيدرالية يعني حرية العقيدة يجب أن تكون مكفولة والمساواة وعدم التمييز على أزاس الدين أما الممكن في بعض المقاطعات رجل الدين يعتبر موظف والمقاطعة تدفع بعاش لبعض الطواف مو كل الطواف حسب الطائفة المسيطرة فالطواف اللي أقول ليه إحنا ما تدفعينا فبيحاول تخليه تعترف بيهم على مثل المقاطعة اللي إحنا فيها هلأ أنا مقاطعة فيها هي أكتريتها البروتستانتية ففي هناك كلية لهوت للبروتستانت هي اللي بتخرج رجال الدين ما فيه كلية لهوت تخرج رجال الدين الكاتوليك وما فيه كلية جامعية تخرج الأئمة المسلمين فالكاتوليك بقولوا ليش إحنا ما يقول لنا مثل البروتستانت قالوا مني قدموا الطلب إذا تقبلوا إذا بتحترموا الشروط تقبلوا طيب هني أكمل وحتى وحتى فيه مقاطعات تجمع الدرائب للكنيسة إذا أنت كاتوليكي أو بالبروتستانت وأنت ذاكر شو ديانتك تدفع درائب والدرائب الدولة بتروح للكنيسة تاعتك في مقاطعات ترفض ذلك كل الكنيسة بدبر حالة بحالة لأنهم 26 دولة مستقلة فكل دولة تختار علاقتها بالكنيسة زي شكلها مكانوا عايزين يفصلوا الدين عن الدولة على المستوى الفيدرالي وعملوا تصويت عام الشعب رفض قال يجب أن نترك لكل مقاطعة خصوصياتها الدينية على شرط تحافظ على المبادئ الرئيسية حرية الاعتقاد ما تخالفش المبادئ وعدم التمييز أو مثلا ما تقولش أنا عندي ممنوع الكاتوليين تزوج بروتستان لا تعتبروا خالف للدستور العام ما تقدرش تضعه فيعني تجبر الكنيسة أن تخضع لمواد الدستورية العامة فهم علي حتى ولو نعترف بك كنيسة أنت يا كنيسة مجبورة أنك تعترف ممادئ الدستور العام هلأ المسلمين عايزين أنهم يعترف بهم كطائفة دينية في المقاطعة اللي احنا فيها الشرط أنهم يسمحوا بالزواج المختلط هذا سيفرض عليهم إذا لا يعترفوا بالزواج المختلط لن يعترفوا بهم كطائفة ولن يعطوا تسهلات تسهيلات إدارية لأنهم يجب أن يخضعوا للدستور العام هلأ مادة أخرى اللي جات هاي غريبة جدا يحضر بناء المآذن بالفعل هاي جت يعني مؤخرا يعني ما أصلا كم سنة بالتمام أعطيك التواريخ بالتمام المآذن هناك عندنا في السويسرا فقط أربع مآذن أربع مآذن هذول توركت هذول توركت لكن أي سنة هو تم التصويت أنا شاركت في التصويت وشاركت كمان في الحملة شاركت في الحملة ضد المآذن الحاصلة أعطيك السنة بالتمام حضر أيوة 2009 2009 لأنه المآذن تخوفين هنا رجال الدين أنه يجي يقعدوا يأذن من المآذن فلأنهم يعملون دوشة بلخص الصبح فقالوا لا إحنا عايزين فقط مآذن يعني كنظام إنشائي أو بنائي بناء قالوا لهم بس المآذن ما أساسها قالوا مش أن واحد يأذن قالوا يعني بتكم التأذن قال لا من نأذن طب زيما بتكم مش تأذن مش محتاجين مآذن فقالوا لا إحنا مش هن أأذن نعب قم نأذن فاللي صار إنه في ألمانيا اللي بحدنا كانوا حكي نفس الحكي لأ ألمان وأسبوع قبل التسريق راحوا أذن وسمعوه في القرية اللي بحدها السويسرية قالوا ولو يعني بكرة حيزعجونا مثل بألمانيا لا هم كل الناس كانوا متوقعين إنه هذه المبادرة الشعبية هي مبادرة شعبية كانوا فكروا إنه ستسكت لكن نجحت لأنه الشعب قال هذول مش واضحين في مبادئهم أنت بتحمل واحد مجنون طبلي آخر أما بطبل فيها بسر رائع ربين بصراحة تحمل مجنون طبلي ممكن بيطبل لك مهما يعدك كلام مفارغ الكذب عندهم مثل شرب الماء صحيح كذب عنه فقالوا لهم لا لن يلسع المؤمن من جهر أفعال مرتين رفضوا اللي حصلوا هلأ إيه المواد الأخرى اللي إحنا تهمنا في الدستور هذا تعطيك المواد الأخرى اللي تهمنا في الدستور وهي مهمة وهي مهمة أعطيك المادة 138 المبادرة الشعبية اللي اكتلاح مراجعة شاملة للدستور الاتحادي يعني أنت ممكن 138 هذه مادة غريبة جدا 138 يعني الشعب ممكن يقول أنا عايز أغير كل الدستور فأنت إذا تجمع عدد كافي من الإمضاءات تطرح التصويت على الشعب وإذا نجحت الحكومة مجبورة لا يريد الدستور إما كليا أو جزئيا أو كليا أو جزئيا هلأ حنقرأ 138 لأنه مادة غريبة عجيبة لنظام سويسري هذي هذه خصوصيات النظام سويسري على فكرة في مقاطعات حتى الآن التصويت على القانون بيكون في الساحة العامة برفع اليدين برفع اليدين والرجال بيجوا مع سيوفه فالتير يعني هذا بسموها الديمقراطية المباشرة يعني هي عادات تقاليد صفت نبينا لا هي عادات المجموعة هاي من 1200 وشي هو الشعب اللي بيكرر فيوم اللي بيحطوا القانون بجمعهم هيك توافقوا على القانون ترفع اديك او ما ترفعش بعده بعده بس كتير مرات هو التصويت بالأوراق بكليك بس في لحد الآن ما زال في بعض المقاطعات الصغيرة يجمعون في ساحة وبيجي كتير صف واحد فرجوا عليهم لأنه بعتبروا هذا يعني هذا من اثار الديمقراطية المباشرة هلأ المبادرة الشعبية لإكتراح مراجعة شاملة للدستور يمكن لمائة الف بواطن يتمتعون بحق التصويت إكتراح مراجعة شاملة للدستور الاتحادي وذلك خلال سمانتاش شهر من تاريخ نشر مبادرتهم يعني أنت بتقول أنا عايزة أغير التستور وتروح تمضي على ورقة تخلي الناس يمضوا عليها لازم مئة الف مواطن يمضوا على الورقة هاي من شروطها في الجريدة الرسمية إنه بدأت المبادرة خلال سمانتاش شهر لازم تجمع مئة الف مضا بعدين بتقضم على الحكومة براقبه إذا كل الإمضاعات صحيحة إذا صحيحة مجبورين غير الدستور أنت ممكن حتى إنه مراجعة الدستور جزئيا هلا هناك مادة أخرى غريبة أخرى أرتلا هلا الحكومة الفيدرالية عملت قانون الشعب مش راضي الشعب مش راضي فحالا ممكن وناس يقولوا إحنا مش راضي بيبدعوا تجميع تصويت تزمع تصويت التصويت ويقولوا إحنا هذا القانون عايزين إنه يعني يتغير إنه ما يدخل حيز التنفيذ وتمنع القانون يلغى ومجبور الحكومة تعيد القانون حتى ولو كل البرلمان صوت عليه ما في مشكلة الشعب رافضوا ويتغيروا بفرنسا اللي عندهم قانون الشغل مشى البرلمان برلمان الفرنسي لكن الشعب مش راضي عنه وعملوا مظاهرات وقصروا سيارات وصار مشاكل الله وضربات ودنيا لو بس في إسراء مش راضين بيتجمع عمضاءات وبالهدوء مش عايزين القانون بلغ القانون بس فرنسا ما في هذا ما في هذا الإمكانية ليك مستحيل في سويسرا مستحيل في سويسرا إنه يصير وهناك قوانين حتى حتى الحكومة الفيدرالية أخذت بها مجبورة تعرضها الشعب إذا البرلمان صوت هو الاتفتاء الالتزامي تعرض الموضوع المواضيع التالية الموضوعات الآتي التصويت على الشعب مقاطعات إذا تغير مادة دستورية يجب أن تعرض على كل الشعب البرلمان لا يكفي لازم الشعب وافق مقاطعات وبعدين المادة الدستورية عامة يجب مجموعتين يعني أكثريتين أكثريت الشعب وأكثريت المقاطعات يعني إذا كان أكثريت الشعب لكن ليس أكثريت المقاطعات لا تستطيع تغير الدستور يعني لازم الأكثريتين مثل يعني هناك قوانين مجبور هناك قوانين ليس مجبور لكن على كل ممكن الشعب يجيز تبقي هذا هي خصائص النظام السويسري أنه تلجأ دائما للشعب للتصويت ومثل ما قلت لك في الحلقة السابقة أنا وزوجتي كل أسبوع وكل أسبوعين عندنا تصويت بيبعثوا بيبعثوا أوراق لكل البيوت وكل حزب بقول شو عايز تصويت بتتفرج بس لك مش مجبور تتبعو حزب الخضر بيقول يصويت على هيك ياذاك بكله هيك واذاك كله بحاول يفرد رأيه يعني يقترح رأيه وإنت بتشوف عجب ما عجب ما تعجب بتصويت عليه وخلص وكل تصويت بيحسبوه بيكلف 11 مليون فرانك سويسري كل تصويت ليش لأنه أوراق وإدارة ومثل هيك لأنه تبعث بريد لكل البيوت كل البيوت لكن هذا يكلف أقل من ثورة ربيعربي بكوزد أكيد وأقل تكاليف من أنك تروح تدمر بلد مثل شورية مش معجبك خلي الشعب يصوت يخلي الشعب يصوت بس بطبعة الحال أنت ما تقدرش تخلي الشعب يصوت إذا كان جاهل هو نبينا لو عفنا التصويت للشعب السوري كان دمر حالة من الزمان هذا هو المشكلة هنا المشكلة فهين بورجيبة لما أجا يغير قانون لأحوال الشخصية هو غير فيه مادة واحدة بس مادة واحدة مش أكتر هو فقط عدم تعدد الزوجات بس لما قالوا له غير كمان عدم المساواة بالميراد قالوا له عايزين تقطعون راسي فعدم المساواة ما زال في القانون التونسي أما تعدد الزوجات منعه هو وقال لن أخطار لن ألجأ لشعب جاهل لتغيير القانون هنا في سفيسرا بتقدر تلجع للشعب لأنه لو إنك بدك تعتمد على الأكثرية والأقلية مع شعب جاء يعني إذا أنتم مجموعة 10 حمير 9 حمير بيحقوا موك أمن هنا الشعب سفيسري إنه هذا شعب مثقف ومعتاد على التصويت يعني يعني كل كل سبوع كل سبوع سبوع يصوت ويحاول يعلمهم يعني فيها الحال فيها ديموجراجية فيها مثل ماتري فيها مصارع مثل بس يعني بين بعضهم يتساوون والمهم هو الاستقرار استقرار البلد واستقرار البلد هو أساس الاقتصاد الاقتصاد مثل ما كنت في الحلقة السابقة ما تقدرش تبني تروح تبتح مشروع في سوريا اليوم مش ممكن مش ممكن تروح تبتح مشروع في السومال مش ممكن تروح تبتح شركة في أفغانستان لا لأنه سأليون بهذا الملك إياها يجب أن يكون هناك استقرار نبينا ذكرتني بوقت القتل القذافي إيه إذا تذكر أول ما طلع هذا أعلن الانتصار أنه انتهت الثورة وانتصلت الثورة بنفس الخطاب صراحة أنا لا أذكر اسمه يعني هو لا يذكر أصلا شخص تافع اللي أعلن الانتصار بنفس الخطاب أعلن أنه سوف نعيد قانون الزواج لأربع نساء يعني كأن قام فسار على القذافي بشان يتجوز أربع نسوان وهذا بطبيعة الحال يعكس الحال الثقافية عند المجتمع الليبي أو المجتمع الإسلامي عموما بالتمام أصلا في اليمن لما أجوا يناقشوا قانون تحديد سن الزواج القانون اليمني بسمح الزواج بعمر عشر سنين عمر عشر سنين وكل أسبوع هناك ثمن فتيات تموت بسبب الزواج المبكر كل أسبوع فلما جوا جوا ناس يقترحوا قانون جديد أنه غير من اللي مشى بالمظاهرات النسوان ضد تغيير القانون فأنت زي تستشير أغبياء إنها بعث لكم طبيب 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 للغبة ولا لا تروع المستشفى المجانين وتكل هم صلط وعايزين دواء ولا لا والمجانين يستشعرون ما يستشعرون والأه الديموقراطية لا تفيد إلا فيه مع مجتمع مثقف صحيح ومطاعم ومطاعم ضد الأفكار الغبية حتى هنا في سويسر أوقات لما أجوا عملوا التصويت ضد المآذن الحكومة قلت لهم بس هذا مخالف الحرية الدينية وخوفوا فيهم لكن الشعب رفض هذا وضح الأمور الأسباب هيك اللي كانوا عاملين المبادرة وضحوا الأمور والشعب قبل في المبادرة هذه الحكومة انجبرت هم قالوا لا إحنا هنروح ضد تصويت الشعب الشعب كلهم يحق القمش ووصلت للمحاكم والدنيا وهيك ما فيش فائدة لأنه قالوا لا إحنا ضد هذه الضج اللي عاملينها وضب السيطرة الإسلامية على المجتمع على السويسا يعني أنت ما تقدر تتعامل إلا مع شعب فهمان ضرورة لأنه تروح تعلم خمس ملايين طالب في مصر في مدارس الأزهر خليهم تصوتوا على الشو إلا الإسلام أنت بكرة تعرف السادات شو عمل الحركات الإسلامية طلبوا منه أنه إحنا نطبق الشريعة الإسلامية فالسادات شو قال لهم قال لهم بس انت عايزين تطبق الشريعة الإسلامية واضحونا شو هي الشريعة الإسلامية عملوا لنا مشاريع طوامين فعمل اللجنة اشتغلت 40 شهر 40 شهر يعني قال أهو 40 شهر برتاح فشغلهم 40 شهر من اللي اشتغل فيها عمداء واصدروا لقوانين قانون العقوبات اللي بيقول فيها السن بالسن والعين بالعين وقتل المرتد ورجم الزاني ورئيس مجلس الشعب قال هذا يوم أسعد أيام أمتنا لأننا نرجع لشريعة الله شاف السادات هذا القانون وقفوه شعرات راسه قال ولو رحزين تودون لوين جابوا له القوانين كان له سيدة الرئيس انتطلت منا مشاريع قوانين لجنة فرجونية شاف القوانين قال عفارم عليكم والله اشتغلت قويس حطوا عرف لأنه أكيد لو أنه وضعها للتصويت للبرلمان 99% بصوته معه مع هذه القوانين الزفت إذا شعب غبي لن يخرج عنه إلا الغباء وبفعل لما قامت السورة بمصر أول ما صار انتخابات طرعوا جماعة الصناديق غزة الصناديق يعقوب ودولة صاروا قادرة المجتمع للأسف الشديد هذه المشكلة الديمقراطية لحد يعني إلا نفرض إنه عشرة بيجي يصوتوا يقولوا وله كل واحد اسمه سامح هنقتلوه الأكثر إذا كله أغبي هاي يكسبوا كل واحد اسمه سامح هتقتلوه أو معاش مين هنا المشكلة يعني لا يكفي إشراك الشعب يجب تثقيف الشعب ومن هذا السبب يعني صدور نشر الصحف الصحف كانت صدور الصحف الهدف منها وتثقيف الشعب إذا عايز تشرك الشعب قبل ما تشرك الشعب يجب أن تثقفه ما تقدرش تخرجه من الأزهر وكله تعال صوت اللي طالع من مجموعة موضوئة مثل الأزهر أكيد حيصوت على أشياء موضوئة مثل اللي بكل الأزهر مش هيخترح شي جديد مش هيخترح شي جديد أهو طب أنا أنا هنا هتوقف عن الكلام عن السويسرا ونشوف إذا في أسئلة أأمل أنه استفادنا الشيء لن أتكلم عن الدستور لسويسرا ومع عائبه لأنه تغلمت عنه في حلقة مع البط الأسود لكن هنا مثال يحتذى به في السويسرا سويسرا إزاي ممكن نغير الأمور وهذا وهذا يتطلب منا فعلا يعني رئيس متنور رئيس متنور لأنه مجتمعنا غبي ما تغداش تركنا على المجتمع يعني إذا يعني مصيرنا يجينا واحد غبي يحكمنا ولا واحد متنور إذا واحد أجعنا مثل أتا ترك بغير الوضع إذا أجعنا ناس مثل اللي حكموا سويسرا 1874 وضعوا هذا الدستور المتقدم نتقدم أما إذا جاءنا إخوان مسلمين يا خراب البيت يا خراب البيت علينا وعلى الجميع أهو أخي إن شاء الله تعلمت إنت شيء من هذه الحلقة نوعا ما يعني أنا تعلمت كثير أشياء يعني أنا بتمنى لمجتمعنا السوريا يعني المنقسم إلى مليون فصيل وفصيل بتمنى يساووا يا أخي يساووا انفصال يعني ما في هال انفصال بس عيشوا بسلام يعني لا يا أخي يدعوني بعمل لهم والله دستور مجانا أنا أتبرع 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 بوقتي إني أعملهم دستور وأجدلهم حل على الطريقة السويسرية للخروج من الأزمة اللي هم وفيها مجانا لوجه الله ما يقولوا لي يعني 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 هذا هذا ما أقوله يعني إذا الحكومة الفلسطينية حتى إسرائيل إذا محتاج دستور جديد أو أي دولة عربية عملها تستور حديث يتمش مع مطيات حقوق الإنسان والإنسانية فضل إذا في أسئلة نرد على الأسئلة نبينا هو محتاجين ثقافة الشعب الشعب هو لازم يفهم ودورك أنت بهال المحاضرات هاي بصراحة دور كبير يعني أنا بس بدي أذكر أصدقائنا أنا رح أفتح السكايب هلا ما بعرف نبينا لا أنا عند الوقت إذا في أسئلة أنا أنا بالخدمة إذا في أسئلة وعلى كل أنت بتشكرني لكن أنا صوتي مالهوش معنى لو ما في حد يوصل لكن أنت اللي توصل فكل الشكر إليك يعني الدال على الخير كفاعله فكل الشكر يعني إليك اللي بتسمح لنا أن نصل للناس من خلال برنامجك صحيح هو مش الجزيرة ولا CNN لكن أحسن الشي أحسن من شي أحسن من ولا شي أسلام ربما هو صراح البرنامج متواضع وأنا بتمنى أصدقائنا يشاركونا يعني بشأن وصل لمرحلة CNN هذه مسؤولية فردية كل واحد على الصفحة يعمل إشارة للحلقة اللي بتعجبوه وينصح أصدقائه ويسمعوه هذا كل مطلوب منا مش مطلوب منهم تبرع بالمال مش مطلوب منهم يمكن هذا اللي ممكن نعمل ونعمل فضل نبينا نحن سوينا برنامج جديد علننا عنه هو الاتجاه المشاكس ونحن ندعو لكل المؤمنين صراحة من رأس الحرب القرضاوي عفوا رأس المسلمين القرضاوي إلى أصغر شيخ تفضلوا نحن ممكن سهل المناظرات هاي وخلونا نتناقش إذا كان عندكم الحجة القوية فأكيد ما في خوف يعني على دينكم إذا دينكم هو الحق فالدليل أكيد لازم يكون موجود عندكم ونحن نفتح الباب للحوار نتناقش ونحكي فيه ونتمنى أصدقائنا المسلمين يعني يتصلوا فينا ويشاركونا ونجي نتناقش يا أخي يعني المسألة مسألت إنه بلادنا عم تتدمر فخلونا نحط إيدنا على المرض نحط إيدنا على الوجع شو هو الخطأ اللي عم دمر بلادنا يعني نحن برأينا كملحدين إنه الدين هو اللي عم بيدمر بلادنا فتعونا نتناقش ونتفاهم ونحكي وبشان وصل يعني بالنهاية الحروب ما رح تنتهي إذا ما تناقشنا أنا بنا عندي تعليق بس جا من أظن الأخ زنديق تونسي أمازيغي عم بيقول الملحدون الفلسطينيون الفلسطينيون ليسوا عربا العروبة احتلال للفلسطيني مثل الإسلام عندما يكتشف الفلسطينيون أصلهم الكنعاني وإنبذون العروبة والإسلام سيستقلون وستنتهي وستنتهي نحن الأمازيغ من قرمهم واحتلالهم لعقول شعوبنا المغيبة تحت قذارة وإرهاب الإسلام والعروبة حتى أنت يا سامي هو لازم تقول النبي سامي يعني أنا أعطرض على لم تخرج من وهم العروبة دول شمال أفريقيا ليست عربية بل أمازيغية بكل تأكيد ليست عربية الدول العربية بسموها عربية أكيد ليست عربية يعني لا سوريا لا فلسطين كلها احتلال عروبي الإسلام فشو رأيك بتعليق أولا أنا أكن كل الاحترام للي أكن كل الاحترام وأعتبر أن علمهم أفضل علم في الدول العربية هذا فعلا وأنشر كثير من صور الفتيات الأمازيغيات الحلوات في ثيابهم الجميلة التي تختلف عن كياس القمامة التي يفرضها النظام السعودي على سيداته طويلة الحال وأنا أشجعهم أنهم ينبضوا كل هذه التعليم السيئة اللي دمرتهم واللي فرضت عليهم فرضا علما أنه الأمازيغ ثلاثتاشر مرة جبروا للانتماء للإسلام وثلاثتاشر مرة ارتدوا بالعصى فرضوا عليهم الإسلام وأمل أنها تكون هاي الرد الأخيرة مش سامعة طيب معنا اتصال من الأخ فيصل تفضل أخي فيصل أنا كنت نضيش أنه الجمهورية كنظام حكم أحزم الديمقراطية حتى حتى لمندك شعب وثنقافي زي اليونانيين الإدام تبحوا شعب كامل بالتصويت واليونانيين الإدام بالتصويت التصويت فالحال هو الجمهورية مع شوية مبادئ أساسية ما تغير زي زي الدستور الأمريكي مع النوع صار سل ينحي وش ثمان فلاشرين ما تسو تشكع عدداني بس حرية التعبير في الدستور فلا يمكن ينزي أي قانون يمنع هذا القانون أنه حرية التعبير في الدستور يوجد في لكل الناس فما بيجيش طانون يمنع يمنع الحماية لمجموعة من الناس بعدين القوانين الفرعية اللي هي اللي هي يعني عنداش في ضرائب وهيك ممكن أنه يكون فيها برلمان وانتخابات وزي هي فالآ الآن الزمن إحنا يكون عنا حكومة أظهر إشي ممكن عنا حكومة صغيرة حكومة صغيرة مع شوية مبادئة أساسية تكون موجود في الدستور زي حملة الإسلاح والحرورة التعبير حرورة الدين الحماية لكل الناس منع التنميز حسب الجنس وال والرئيس وهيك بس هذا ما بسامي أنه سويسرا دولة صغيرة يعني أنه الحكومتها صغيرة ولا الحكومة لها دور كبير إحنا عايز أنا أرد عليك الحكومة الفيدرالية مقونا فقط من سبع وزراء لكن عندنا ستة وعشرين دولة وكل دولة فيها برلمانها وفيها مجلسها يعني وفيها محاكمة وحتى قوانينها يعني هناك سلطة مركزية لكن هناك عدم المركزية على مستوى المقاطعات وحتى على مستوى القرى حتى الناس يحكموا حياتهم بحياتهم هل موضوع الديمقراطية أو الجمهورية أو مثل إذا نرجع لكلمة الجمهورية ريبيبليك باللاتيني هي ريس بوبليكا يعني الأمور العامة ريس بوبليكا الأمور العامة يعني تحترس على المصالح العامة تحترم تحترم إرادة الناس ورغباتهم وإحتياجاتهم هل أنا شخصيا مثلا كنت ضد الملكية على فكرة أنا كنت ضد الملكية لكن أنا لما بشوف ملكة بريطانيا اللي ما بتحكم هي فقط رمز اليوم أفضل حكومة ملكية مع رمز وحدوي مما نظام آخر مثل النظام المصري أو غير ويراق مثل هيك حسب يعني مين يحكم هل رجل عنده سلطة يفرض إرادته على الغير أم فقط رمزية إحنا عندنا مثلا في سويسرا رئيس الدولة يبقى سنة واحدة مثل ما قلت لك بصراحة أنا معرفش اسمي أنا بصراحة معرفش مين رئيس دولة دولة سويسرا ولا يهمني عرف حتى مين هو يعني بتروح علي إدارة رئيس حتى في البرلمان الفيدرالي مش هتيجي تصورته إحنا عندنا فين ما تروح بتلاقي صورة الرئيس وين ما تروح بتلاقي صورة الرئيس أذكر مرة كنت في مصر في سوريا قال لي واحد يعني رحت على شارع الكيت يعني فين ما تروح في رئيس لك يا أخي مالك شو عاجيك ليش عاجيك نبيب الرئاسة تروح على إيران المحكمة رحت على المحكمة كل الحيطان تعون المحكمة من الداخل محطوط عليها الخوميني حتى ما تسترجيش تروح إنت تعبان ترك على الحيط يجي مؤخرتك على رأس الخوميني بيحكموا عليك بالعدام لأنه إنت ما تبره هذا استهطار برئيس الدولي فأنا كنت دائما واقف في الممر هيك أنا واحد يخايف أطب الحيط يجي مؤخرتي برأس الخوميني يا ويلي بعد كل الناس بيكلموا على رأسي فأنا كنت واقف لحالي حتى مش غادر أقف من التعب مهم عليك لكن مقدرش أركض على الحيط لأخف من أنه يحكم عليك بالعدام ما شغل هو حسب الشكل بس المهم أنه يكون عندنا رجل متنور وتطاقف الشعب وتحت مثل ما قلت حضرت يعني المبادئ الأساسية يلتزم بها وفصل الدين عن الدولة كما فعلته الحكومة السويسرية هذه من الأساسيات لأن الطائفية هي اللي هدمتنا ماش سامعك أخي الفاضل طبعا جرح مشاعر الناس المتدينة ولا هذا بكون حيارة الدستور بحرية التعبير في حرية مكفولة سلمان فرات في الدستور الأمريكي أو لا أشعر أنا نشوف أننا جمهورية فعلا زي بالمتحدة حتى لو كل الشعب إخواني حيضل حكم القانون اللي عم فهم الجمهورية أو ريبوبليت أنه حكم القانون أن القانون هو اللي بحكم الناس أكتر من الناس اللي مضح المحال فهل ممكن مخاطعة تستضل القانون في المنح وأن الشرح لشي المسير هو فانتد هي حتى في سبيسرا هناك قوانين تمنى جرح مشاعر الآخرين لكن يجب أن تحدد ما معنى حتى المشاعر الدينية تاع الآخرين لكن يجب أن تحدد إلى ماذا ممكن لأنه ممكن الناس يقول لك لا أنا ديني أخي يسمح لي بالرجم فإذا تتقد الرجم فمعنى تتجرح مشاعره أنا ديني بيسمح مثلا قتل المرتد فإذا جاء واحد انتقد قال ما هذا القانون الهمجي اللي حاطين لي يقول لا أنت تتجرح مشاعره فمعنى لا لكن في مبادئ أساسية أن حرية العقيدة مضمونة ما يجيش واحد يقول لي لا أنت ما تجرح مشاعره حتى لو أنا يحق لي أقتلك لأنك أنت مرتد ما تضع تنتقدني لأنه هذا بجرح مشاعري هنا البشكل يعني هي الأساسية تجيب أن تحتفظ الأساسية وليس فقط المشاعر فقط مجرد أوهام شو طرح شو في حلقة نحمل بلوك بوست وتيب الحلوة ما يبين أنه شو الحريات المكفولة للأمريكان ومش مكفولة حتى للبريطانيين العاديين ومنهم حرية التعبير وحرية الأسمبي والأوقات في الأمرجنسي في حالة الطوارئ أنه لسه الحقوق مكفولة وحق أنه ما يتفتش بيتك وانت مش موجود أو بدون وحرية الامتلاك ففي كتير حريات كان أبعد للينك أنا كمان شوي أنه المكفولة الأمريكان مش مكفولة للبريطانيين وهذا بسبب أنه الحكم ما بيجيش إلا من الدشتور حتى كان سداد مع أساس أمريكا كان أنه فيه دبيت أنه هل إحنا لازم نحط الحقوق هاي هو الدشتور أو ملهاش دائم فيه ناس كان نقوله ملاشتها عشان إحنا ديمقراطية فمستحيل أنه نصر القوانين ضد الشعب بس في الحقيقة في الـ هذا الذي صار في بريطانيا فيه مهتحدثين يمنع ويحكوا إما في أمريكا هذا مستحيل يسير نعم صحيح صحيح أنه في أمريكا هناك أمريكا أكتر حرية حتى المواقع التواصل الاجتماعي تغلق أقال الولايات المتحدة حتى عايز تعمل جمعية من الفضل تعملها في الولايات المتحدة أو عايز تنشر كتاب أفضل تنشره في الولايات المتحدة لأن حريتك حريتك مكفولة أكتر مما حتى في سويسرا بس هو كل دولة إلى حدود تعونها المهم تعونها أنا عندي هو تضمن تضمن الأمان الاجتماعي والسلام الاجتماعي في أي دولة كانت علشان تعمل استقرار وتعمل بعدين تقدم اتصادي واجتماعي واخلاقي واللي تريده إذا أنت ما عملتش الببادة الأساسية ممكن تتوسع بالقانون مثل متري يعني في ناس عندهم ألفين مليون قانون بس المهم أنه النقاط الأساسية تكون لازمة ومفروضة على الجميع هذه الخمس نقاط اللي أنا تكلمت عليها في الحكومة الاسفلسرية اللي ضمنت سلامة المشترا كل الأمور الباكية يعني مهمة فألا لكن هذه أساسيات التعايش بين الطوائف في المجتمع أنا هذا هو نفسه برجع لأنه شو دور الحكومة ف ما هيش الفاهم تفتح عنه شو دور الحكومة عنه دور الحكومة تكون صغيرة بس تكون كبيرة كفاية بحد أصغر فرد في المجتمع بتعام شو دخل اللي وأنه التكسيش ما يكونش إلا بالضرورة والبزنسس يكون فريق وكل بيت الحريات وحسوف طوالت عليكم شكرا شكرا لك أخي فتا شكرا كتير لك طيب أخي أحمد أخي أحمد أخي أحمد أنت معنا تفضل أحمد تفضل أسفين عالتأخير لا ما فيش أسف ولا حاجة الحقيقة بس أنا لها سؤال للدكتور سامي واضح من اللي هجيت إن أنا مصري مهتم بشؤون مصر كتير تحس أن أنت رجل قانون وراجل دي إيش دي يعني فأنا حارب أتقالك عن سياسة الرئيس عبدالفتاح السيسي اللي بالنسبة لي غامضة جدا هو أحيانا في أحد خطابات وكلماته للشعب هو لا يكون أي عداء أو أي حصومة مع الملحدين تقول تلاقي بعد ما يقول كده يسجن إسلام البحيري سنة لمجرد محاولته تجميل بين الإسلام كيف ترى السيسي كحاكم لمصر هل هو حاكم بيتاتوري أم هو يفعل هذا لمجرد محاولة منه لإعادة السيطرة على البلد بعد حكم الإخوان المسلمين أم هو بالفعل لمبارك الثاني لمصر شكرا شكرا بدي أوضح لك شكرا على المداخلات وعلى السؤال وأمر مهم يهمني جدا أنا كتبت الدكتورات تعطي عن مصر كتبت الدكتورات تعطي عن مصر عن وضع غير المسلمين في مصر ومهتم كثير في قوانين مصر ووضع مصر لكن أنا أصلي فلسطيني لكن مش مهم إحنا كلنا إخوة ومصر أم الدنيا وقدر الشعب المصري وأحب جميع أخواننا المصريين يعني عن حق حقيقة سيد السيسي هناك مشكلة أنه في مصر حكومتين مو حكومة واحدة حكومة الجيش أو الحكومة الشعبية العادية وحكومة الأزهر الأزهر يحكم هو حكومة بحد ذاته لأنه عنده خمس مليون طالب تحكم فيهم ما فيش عائلة اللي فيها أزهري وكلامه مسموع من الشعب وهم ممكن يعملوا التراق ما ديقدر صاحبنا صاحبنا السيسي صحيح هو أبدأ أبدأ أفكاره بخصوص أنه يحترم يحترم حرية العقيدة أو مثل هيك وهو مشكور على ذلك لكن هو إيديه وإجريه مربطة هلأ لنفرض هلأ هو أكل حاول يأكل الإخوان المسلمين لكن الجزء الأكبر اللي لازم يأكله كمان هو الأزهر هل حيتمكن من أكل الأزهر وهل ممكن يأكله بهذه السهولة لنفرض أنت أمامك 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 عشر جاجات بدك تأكلها هتأكل خمسة لازم تهضم الخمسة الأولى لكي تبدأ بأكل الخمسة الآخرين لحد الآن لم يهضم الإخوان المسلمين لم يخلص حتى يستطيع يبلع الباقي هنا المشكلة هناك تناقض هناك تناقض في مواقفه كيف يسمح بسجن البحيري كيف يسمح بمحاكمة نعود فاطمة نعود كيف يسمح بسجن أطفال عملوا تمثيلية عن داعش كيف يسمح للأظهر أنه يجب أن نأخذ الملحدين ونقطع رؤوسهم ونقطع رؤوسهم في ساحة التحرير علنا وهو مخالف المبادئ اللي قال بيها هناك تطفضي لكن أنا أقول الله يقوم في عونه الله فعلا يقوم في عون السيسي لو عندي نصيحة لو عندي نصيحة أقدمها للسيد السيسي أنه يبدأ بإغلاق الأظهر يبدأ بإغلاق الأظهر ويغير القانون الأحوال الشخصية بالكامل هذه أساسيات يعني يأخذ بالمبادئ اللي أنا ذكرتها اللي ذكرتها لحل المشاكل السيسرية يعني علمنت الدولة أو أجعلها دولة مدنية حذفة طائفية من المجتمع المصري لأنه إذا لم تغير هذا لن تغير أسلوب أسلوب التفكير المصري يجب إعادة برمجة العقل المصري من جديد كما فعلت السيسرا مع الشعب تاعها بس هل تقدر أن تعمل هذه الأعمال يصعب جدا يصعب جدا لأنه جعل دولة يحكمها يحكمها الأظهر من أكتر من عشر قرون كيف تغيره كيف تغيره بهذه السهولة وهذا دور المثقفين لكن المثقفين في مصر طرح الحال كل واحد خايف على روحه ما يقدر يتكلم ما يقدر يتكلم إلا بالخارج وهذا السبب للأجل وأنا أتكلم بالخارج أما واحد مصر ما يقدر شي يقول اللي أنا بقوله شكرا على كل حال على المداخل فضل شكرا لك الجزيرة والسينينين أكيد في الأخ هلو وورد عم بيقول وسؤالين يعني آخرين للنبي للنبي سامي طبعا ما رأيه في برنامج أحمد حرقان الجديد حوار مع المؤمنين وما نوع الخمر الذي يشربه أيها في الواقع في الواقع أنا لم أرى البرنامج الأخير الذي تكلمت عنه لسبب بسيط أني أنا حاليا مجهول لفوق رأسي لإنهاء الترجمة الإنجليزية للقرآن يعني أعذروني أعذروني أنه مقدرش أتابع كل الحلقات لكن أعد أني أني أتابعه وأقول بكل صراحة أني أكن كل الإحترام للأخ حرقان وعلى شعجاته وأمل أنه يكون مثال يحتذر به من جميع من جميع أفراد مجتمعنا وشجعل يعني يريها لنا في كل حلقاته وأمل أنه يستمر وعلى الله يمد في عمره أكيد أكيد في الأخ هالو لب عنده سؤال عم أقول هالا سيد جان عندي سؤال للنبي سامي ما رأي النبي في العمانيين ومذهبهم الأباضية العمانيين 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 يتبعوه هم وناس بيقولون لهم اللي باضي أنا رحت عمان مرتين أنا رحت عمان مرتين ليس شيء ليس عندي أي شيء ضد العمانيين لا بل أنه أنا أجدهم شعب طيب لغاية الطيبة يعني الناس طيبين جدا و يعني احتفظت بذكرياتي جميلة جدا عندهم واللي عجبني فيهم مثلا اللي عجبني فيهم منك تروح المزارة تلاكهم كلهم ماشيين بشبشب أو بصباط حتى حتى السلطان خبوص بذاته لما يروح على بزيارات خارجية بروح بالشبشب بالصباط بالصباط انظروا للصباط فلما رحت عندهم فأنا اشتري الصباط مثلهم مشان ألبسوا معاهم وهو عامة نحن نلبسوا في البيت ما نلبسوا في الخارج لكن هم نلبسوا في الوزارات فأنا تعودت عليه وعجبني القصة هاي وبعدين رحت على مصر فراحت رحت على محكمة النقض بالصباط تاع عمان الكاضي القضاء تفرج علي من فوق لتهاد ومن تهاد لفوق كل من هذو اللي لابس الصباط اللي يؤقب قدامي استغرب العمار لكن الشعب لطيب جدا الإباضية هم بيقولوا عنهم الخارجية الخوارج هم بيرفضوا كلمة الخوارج ابن تيمية كان يقول إنه هذول إذا مصقوا يجب أن يقتلوا ابن تيمية بيقول لك لكن تم نوعا ما تم نوعا ما قبولهم قبولهم من أهل السنة لكن يا للأسف لحد اليوم كثير من المبادل الإسلامية لم يتخلوا عنها لن يسمح عماني مثلا إنه بنته تتزوج مسيحي لن يسمح بالحرية العقيدة لن يسمح باختلاط المقابر لن يسمح بأمور كثيرة يعني يعني متمسكين ما زالوا بكشور الدين الإسلامي على كل يعني آمل إنهم يعني طيبطهم الطبيعية تضغى على المبادئ الدينية السيئة اللي تعلموها هذا كل ما تمناوا لهم لأنه أنا شعب حبيته كثير وأصلا هذا شعب شاعر شاعر أنا أذكر لما قلت في رايح على وزارة العدل يوم واحد وقف التاكسي قال ما عندي فلوس أدفع فلوس أدفع لك يا شفاق بس إذا تريد ممكن ألقي عليك شعر كان يعني حيدفع عجرة التاكسي بالشعر فقبلنا فقبلنا إنه يجي بالتاكسي طول الطريق هو يلقي الشعر وأنا رحت على الوزارة بقول لو أحد من الموظفين الوزارة بقول له أخي ممكن تدل إن كتاب قانون مفيد عماني يجب أن أشتريه للمكتبات قل للكتاب الفلان اشتريه قلت له أنا شفته بس كله شعر وهذا قديم قال له شو قديم هذا أنا اللي كتبته همه بيكتبوا كتب القوانين بالشعر شي غريب كتبهم القانونية بالشعر يعني كيف تتزوج كيف تستأجر بيته كله بالشعر يعني الشعب شعر فعلا فرأت رحت حالا اشتريت هذا الكتاب وجمعت عدد من الكتب الشعرية القانونية الشعرية القانونية وهي يعني حالة نادرة في العالم العرب الإسلام يعني يبين طيبة الشعب هذا وشعريته ومدام نتكلم عن النبي جان وهو شعر وهو أكيد حيقدر هذا الموقف منهم تفضل بكل تأكيد نبي نبي بكل تأكيد أتمنى أن أذهب أعيش بعمال معنا طبعا كل الكلمات وكل حكينا يكون شعرا يعني أكيد طيب معنا اتصال من الأخ سال تفضل أخي سال مساء الخير مساء الورد تفضل أبدأ بأشهد أن لا إله ولا الله وأن النبي سام سام ديب أعظم وأروع النبي من غير إله تسلام ويأتي بعده النبي تسلام يا طيب تسلام أنا نائب نبي أقول أنا نائب النبي أقول أن نائب نبوتك فاين طلاحة أسمع للنبي سام ديب وأزداد حماسا كل مرة أسمع إلى كل مقار أقرأ كل شي إطلاح هذا الرجل المحترم وجاء شكرا للبرنامج مرة ثانية وعاشرة وأل بس أحب أوجه صوتي للأخوان المستمعين والمشاهدين كان أدنى خمسين والآن تقريبا خمسة وثلاثين أقر ما يمكن أن تعملوه يا أخواننا ومشاركتها هذه الحلقة شارك انشر وحث أصدقائك على الظهور يعني بدل أن تلع الظلام اشعل شمع يعني ما يقول النبي سامي بأشد الحاجة في المجتمعات لسماح هذا الكلام لساعد شيوخ الجهد لألكم واجب أيضا يا أخوان المستمعين والمشاهدين بنشر هذه الحلقة والمشاركة يعني ضغط لايك يعني شغلة بسيطة وسهلة بس انشروها أنا هاي مداخل تبسأ حبيت أحد الآخرين يعني أقل شي ما يعملو إنه مشاركة في الجروبات في ضيوف جلب الضيوف أو حذهم على الظهور على الأقد شكرا لكم مرة ثانية أنت رائع يا نبي رائع شكرا أخي الفاضل وأنا ضم صوتي لصوتك وطالب من جميع المشاهدين أن ينشروا هذه الحلقات بأوسع قدر ممكن حتى يعمل تعمل معرفة بدل كلام شيوخ الجهل اللي من الأسف سيطروا على مجتمعنا أنا أنا بشكرك كتير سأل على الواق بالفعل أنا كمان بضم صوتي لصوتك يعني وبقول يعني زي ما تحركنا نحن وشاركنا ووصلنا صوتنا للناس المؤمنين اللي بمقول بتغيب عقلي يعني للأسف الشديد نوصلنا هالحلقات هيت حتى يفهم ويستوعب حتى نقدر نغير المجتمع يعني زي ما ساوانا هيك ما رح نقدر نغير شي شكرا 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 طيب في عنا سؤال أخير نبينا وأظن يعني حاجة حلقة طولة كثير السؤال أخير بس المفكر حر بيقول مرحبا جان أريد من الأستاذ سامي يا جماعة يا جماعة أرجوكم أرجوكم كلمة أستاذ نغير النبي سامي الديب بالضبط يعني يعني النبي سامي الديب هو نبينا وانتهى لأم الأمر عم يقول مرحبا جان أريد من النبي سامي أن يجيبني ألم تكن النبوة من نصيب نسل إسحاق من النبي إبراهيم وليس إسماعيل كما هو مذكور في التراث اليهودي فكيف آمن المسلمين بمحمد وهو على حسب المذكور في كتب الإسلام أن محمد من نسل إسماعيل ابن النبي إبراهيم وليس من نسل إسحاق أيوة صحيح إن لو نتبع خرافات اليهود مش هنخلص ولو نتبع خرافات المسلمين هنخلص مش هنخلص وأنا كتبت آخر مقال اللي تهكمي في الحوار المتمدن أعطيك عنوانه آخر مقال لي في الحوار المتمدن قلت يعني هو كان عنوانه هنا أعطيك العنوان في الحوار المتمدن سامي ذيب خاتم النبيين يعني هو علامة استفهام وقلت إنه كل واحد حاول يغلك باب النبوة إلا إلا أنا كنبي النبي الحديث يعني أنا النبي الوحيد اللي أقول نفتح باب النبوة على مصرعيها نريده آلاف الأنبياء نريده ليس نبي لكن آلاف الأنبياء لأنه مجتمعنا محتاج فعلا الأنبياء علشان يحلوا محل هذول الدجالين الرجال الدين هذا هذا مهم هل هل الأنبياء يجب أن يكونوا من سلالة اليهود إسماعيل أو معرفش مين هذا كلام فارغ كل واحد نبي كل مفكر هو نبي إما بيكون برساطة أو ما بيكون بيكون بيها ولا ولا نحصرها بقبيلة من القبائل مهما كان إسماعيل إلسمها إسماعيل ولا أصحاب ولا غير ما نحن ما لناش علاقة بالخراريف تعاونهم ما لناش علاقة بالخراريف تعاونهم عن الوضع الجاري يعني الأحداث الجارية فبتمنى تشاركونا أصدقائنا بالحلقة القادمة بعد أقل من ساعة ونبينا أنا بس بدي أخد رأيك بالموضوع البرنامج الجديد اللي نحن رايح نساويه هو المناظرات مع المسلمين شو رأيك فيه مننا فائدة فيه مننا إذا تجد ناس عندهم مشجاعة أنهم يتدخلوا بيكون جميل يعني ليش لا ليش لا هذا مهم الحوار ما بين الناس وحنا جميعا إخوة مهما الاختلاف الرأي لا يفسد للود قضية لا يفسد للود قضية يجب أن ناخذ بهذا المعنى وجميل منك أنه ما يكونش كلام فرد مثلي أنا لا وحدي إذا كان هناك من يناقض ليش لا ليش لا يعني الاثنين متطلق مطلوبين الاثنين مطلوبين لأنه أوقات تحب واحد تحط واحد مؤمن بحد واحد ملحد أو أفقار مختلفة ممكن هذا المسكين المؤمن يروح فيها قل إزاي تروح تتكلم مع واحد ملحد مثل هيك يعني يعني هو بجزء ممكن وضعه أخطر من الكافر أو الملحد فلكن إذا موجودين ليش لا أحدهم ممتاز جدا وإذا أنت رأيت أنه وجودي قد يكون مفيد أنا مستعد كمان أشارك في حوارات مثل هيك ما في مانع عبد إحنا إخوة وأنا أعمل محاضرات ونقاشات وكل ليش بتروح مع أنا مستعد أروح على مكة إذا دعوني لمكة مستعد أروح أعطي لأن الحوار هو يعني ليش سكرات كان يعمل حوارات تعاو لأن هذا هو أسلوب الديمقراطية الإنسان الحضاري هو الذي يستعمل كلمته بدل الحجارة أو بدل المدافع أو الصواريخ إذا أنت تبطل تستعمل كلامك وتبدأ بالحجارة انتهت الحضارة انتهت الحضارة هلأ ممكن تتكلم لوحدك وتتكلم مع الآخرين بس هذا كل مهم أنه نلجأ للكلام بدل من نلجأ للخصام للمحاكم أو حتى للضرب ولهذا ليه ليه احنا كلنا اخوة ونحنا نريد مصلحة بعضنا يعني أبدا أنا ما برضى بمضرة أي إنسان مهما كان دينه المسلم هو أخي وصديقي وحبيبي واللي ريده كان ممكن نختلف معه ونحاول نصلح الخطأ بدل ما نروح نهدم بلاد مثل حلب مدينة عزيزة أو نمر بغداد شو استفدنا مين اللي استفاد من التدمير هذا لو الناس لو الشيعة والسنة عرفوا يتكلموا بعضهم ما صار اللي صار بس ما فيش حد أنا قرأت كتبتي مقالي اليوم صدر فيه صدر في الحوار المتاد بيقول لك ابن باز ممنوع تقرأ كتب الآخرين وان وجد كتاب آخر يحركوا بيقول لك هيك ابن باز يكره مقالي الأخي تحريك المياه الأسنة في الإسلام ابن باز بيقول لك ممنوع على المسلم يقرأ كتب اليهود والنصارى طب ممنوع تحاورهم كمان بطبيعة الحال ازاي هذا هذا جو مغلق هذا جو مغلق نتل نتل ينتل فالحوار ضرورة علشان تهول غرفة علشان تهول غرفة ونصل لحل مسالم إن شاء الله فضل وأتمنى لكل النجاح وأنتظر وإمتى حيكون الحلقة الأولى أنا بصراحة عرض علينا لشخص مسلم بعدين انسحب يعني أنا في مشكلة بالأشخاص المسلمين اللي يتقدموا أو مؤمنين عموما حتى مديان المسيحية يعني ما في عنا اي مشكلة نناقشهم يعني عنا نقص بالجرأ عند المؤمنين إنه يناقشونا بصراحة يعني فلذلك أنا عم بقول خلي القرضاوي ولا حتى زغبي ولا مغبي أي شخص شيخ يعتبر حاله شيخ أو إلى أصغر إنسان مسلم ممكن يحاورنا نحن ممكن نحاور يعني ما عنا اي مشكلة تمام 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 معرفش أنت حتتقنصهم إزاي هدولا حيسبحوا لنفسهم إنهم يجوا لحلقتك لأنه أكيدوا للمساكين هم وكمان بخافوا على روحهم هم بخافوا على روحهم إن المفروض ما يخافوا لأنه نحن ما عنا حد رده إذا كفر وما يعني لا ما خافين مننا أكيد إحنا ما من خوف حد خاف من جماعته بتقول لماذا أنت تظهر بي برنامج واحد ملحد هاي المشكلة لماذا أنت بتحاور واحد ملحد وبعدين قبل مش هيكر بتجيب واحد مؤمن يجي يناقش معي حتى مثل ما قلت له واحد مسلم والله لو الله بذاته ومحمد وعيسى وجميل الأنبياء والصالح نزلوا من السماء لن يقنعوك لن يقنعوك فكثير من الأوقات الحوار مع المتمدن حوار عقيم لكن مش مهم خلينا خلينا نعتبر أنه فيه إمكانية مش مهم خلي حتى إذا هو مش هيقتنع ربما غيره يقتنع إذا هو مش هيقتنع ربما غيره يقتنع فنتكلم حتى ولو أنه لا أحاول أن أقنع متدين يعني إقناع المتدين كمن يحرط في البحر فالج لا تعالج فالج لا تعالج لكن يعني ربما إذا مش هو سيستفيد تقريره سيستفيد فأشتعك على هذا البرنامج شكرا شكرا كثير لك نبينا وأنا أشكر أصدقائنا طالت الحلقة أكثر من ساعتين صليت ما تأخذون على طول الحلقة وطبعا أقل من ساعة سنكون كمان على الهواء مباشرة مع أحمد دمانا فانتظرون أصدقائي شكرا لك نبينا وإلى اللقاء أصدقائي إلى اللقاء وشكرا نبينا جان شكرا